ريا المدريد ينتظرها الجميع الكل في انتظار هذه المواجهة مواجهة الكبار عشان نشوف فريقنا المشرف مصر والمصريين نادي القرن في إفريقيا وهو بيلاعب نادي القرن الأوروبي نادي ريا المدريد النهاردة في الأهلي في المنديال هنتابع كل كبيرة وصغيرة تخص معسكر الأهلي وكمان كل ما يخص أخبار البطولة وزي ما وعدت حضراتكم من يومين قلت لكم أنه إن شاء الله سيكون هناك تعاون مشترك ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريا المدريد بداية التعاون كانت النهاردة الحقيقة أنا بشكر الجميع على أو كل من ساهم في تواجد هذا الأمر على شاشة قناة النادي الأهلي أو تواجد كواليس النادي الأهلي على شاشة قناة ريا المدريد أنا بشكر زي منه طبعا عمر البنوبي لأنه كان له دور في هذا الأمر فالحقيقة النهاردة بداية هذا التعاون المشترك اللي ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريا المدريد بعد قليل إن شاء الله سنعرض لحضراتكم إحنا طبعا كل يوم بنعرض لحضراتكم كواليس النادي الأهلي وما يحدث في تمرين النادي الأهلي ولكن النهاردة سنعرض لحضراتكم حوالي دقيقة من تدريب الريال مدريد أو التدريبة الأخيرة لنادي ريا المدريد اللي كانت في مدريد أو قبل السفر إلى المغرب وأيضا هنعرض لحضراتكم لحضات وصول اللي كانت منذ قليل يعني لحضات وصول فريق ريا المدريد إلى مطار مدريد عشان يركبوا الطيارة ويسافروا على الرباط في المغرب دي ثمرة التعاون ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريا المدريد أرحب صديقي العزيز ونجمائنا الكبير الكابتن هاني رمزي مساء الفل عليك يا إسلام مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي يوم جديد ويعني ليلة سعيدة جديدة في الأهلي في المونديال الحقيقة الخبر الكابتن إسلام قاله خبر يسعد المصرين كلهم الحقيقة لما يكون شراقة ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد العملاق الأوروبي دي حاجة تشرف كل المصريين وخاصة جماهير النادي الأهلي اللي هتتابع وتشوف تدريبات ريال مدريد على قناته وكمان خلي بالك إن كمان جماهير ريال مدريد تقدر كمان بتشوف كواليس وتدريبات النادي الأهلي فيعني بنكلم على شراقة ما بين زي ما بقوله دايما يعني الكبار العملاق الأفريقي مع العملاق الأوروبي في شراقة يعني مميزة جدا 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 ما بين قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد الحقيقة يعني كل يوم النادي الأهلي بيثبت على يعني بعيدا عن المستطيل الأخضر إنه هو كمان رائد في كل المجالات إحنا بنتكلم على شراقة بنتكلم على تعاون بنتكلم على انتشار كبير جدا جدا لشعار النادي الأهلي لك أن تتخيل حيكون موجود شعار النادي الأهلي على قناة ريال مدريد أدي إيه المتابعة أدي إيه المشاهدة على هذه القناة وشعار النادي الأهلي متواجد على قناة ريال مدريد وكذلك شعار النادي الأهلي متواجد على قناة النادي الأهلي يعني كهرباء أول صورة هو بيجري على قناة ريال مدريد وزي ما شايفين حضراتكم دي قناة ريال مدريد الرئيسية وبتعرض تدريبات النادي الأهلي بتعرض وبتشوف ودي كهرباء ما شاء الله منور مدريد كلها منور كاس العالم كله وبالتالي زي ما بقولك دي على حتى لو فيه نجاحات على مستوى المستطيل الأخضر هذه الشراقة كمان على مستوى انتشار شعار النادي الأهلي لك أن تتخيل كم عدد المشتركين أو اللي بيتفرجوا على قناة ريال مدريد ملايين الملايين بتواجد شعار النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين على اليمين شعار النادي الأهلي وقناة نادي الأهلي وبالتالي نجاحات كثيرة جدا وكل ما بنقول أن النادي الأهلي فعلا في حتى تانية الناس بتزعل لكن فعلا النادي الأهلي في حتى تانية النادي الأهلي دايما بيبص للكيان دايما أبناءه بيشتغلوا لمصلحة الكيان بدون النظر عن أي حاجة والتاني بشكر عمر البنوبي لأنه مكتهد جدا ومن الشخصيات المميزة وعنده علاقات جيدة جدا وبشكر كل القائمين على هذا العمل الحقيقة ده فخر لنا جميعا خلي بالكم كمصريين لأن النادي الأهلي دايما بيقوله النادي الأهلي المصري ما بيقوله النادي الأهلي بس ويسكته وبالتالي يا كابتن إسلام بقولك مبروك مبروك لقناة النادي الأهلي مبروك لقناة النادي الأهلي هذه الخطوة أنا بسميها الخطوة الفنية الاستثمارية الهائلة في انتشار شعار النادي الأهلي على مستوى أوروبا عن طريق طبعا قناة كبيرة جدا قناة ريال مدري أيضا إذا كنا بنتكلم عن الشكر فيجب أن نشكر إدارة القناة الحقيقة المهندس السيفي الوزيري اللي له دور كبير جدا في كل هذه الأمور وإدارة القناة بالكامل الحقيقة اللي كان قدرت أنها توظف الأمر بالشكل زي ما حضراتكم شايفينه كده بيتم إذاعة كل هذه اللقطات بيتم إذاعتها على قناة ريال مدريد وبالتالي وبعد قليل بقى هنجيب لحضراتكم العكس هنجيب لحضراتكم كواليس نادي ريال مدريد وهو زي ما قلت لكم في المطار وهو أيضا في التدريبة الأخيرة هنجيبها لحضراتكم زي ما كابتن هاني قال وأشار أنه بيبقى دايما شعار النادي الأهلي وانتشار شعار النادي الأهلي في العالم كله الحقيقة حاجة محترمة جدا كان معمول تقرير حوالي أكتر من هدي كواليس أيضا كل ده بيتابع يعني كل الراجل بيتابع وهو بيشرح النادي الأهلي بيوصل إزاي ودي بقى دي كواليس نادي ريال مدريد وهو بعد انتهاء المران ووصول اللاعبين أو ذهاب اللاعبين بعد انتهاء المران وذهابهم إلى الأوتوبيس زي عندنا بالضبط الشكل اللي هم رحين الأوتوبيس علشان يركبوا الأوتوبيس ويسفروا إلى النادي الأهلي مش هيشوفه الكواليس دي في أي حتة غير هنا في قناة النادي الأهلي والنادي الأهلي هو عنده الحصر في هذه الانتقالات وهذه الكواليس وبالتالي زي ما إحنا بنعيش جماهير النادي الأهلي في المباراة وفي الكواليس هناك كمان كان عندهم اهتمام كبير جدا أن هم كمان يعيشوا في هذه الكواليس ويتكلموا يعني لما شفنا الصورة الفاتد كان فيه تقارير وفيه كلام عن النادي الأهلي عن انتقالات وعن أرقامه وبالتالي يعني تاني بقول مبروك لقناة النادي الأهلي مبروك لجماهير النادي الأهلي هذه الشراقة رغم أنها شراقة يعني على مستوى كاس العالماندية ولكن كفيلة جدا أن يكون فيها انتشار على المستوى العالمي إن شاء الله الحقيقة ده مظبوط لأنه في الحقيقة زي ما حضرتك قلت يا كابتن في بداية كلامك أنه اللعب مع الكبار اللعب مع الكبار دائما يكون بهذا الشكل الحقيقة ناس محترمة جدا إدارة القناة هنا بعتت إيميل لإدارة قناة ريال مدريد فورا إدارة قناة ريال مدريد ردت على قناة النادي الأهلي وقالت التعاون إحنا حبين جدا التعاون اللي يكون ما بيننا وما بينكم في نقل الكواليس هتدونا دقيقة هتدونا دقتين ودونا دقتين وكانت الأمور الحقيقة جميلة جدا جدا إلى أن وصلت أن يكون زي ما حضراتكم شايفين يعني بعد انتهاء مران نادي ريال مدريد بيطلعوا الأوتوبيس وكارلو أنشلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد وهيطلعوا الأوتوبيس وكانوا رايحين بقى على المطار وبعد قليل لسه بتجلنا الحاجة لأن الحاجة دي لسه وصل لنا كابتن هاني مفيش من نصف ساعة تقريبا وده حالا دلوقتي من المطار يا كابتن هاني فريق ريال مدريد ومغادرته لمدريد العاصمة للذهاب إلى الرباط عاصمة أو الرباط في المغرب لأنه زي ما حضراتكم شايفين كواليس كل اللي بيحصل بنجيب لحضراتكم كواليس النادي الأهلي وفي نفس التوقيت بنجيب يا كابتن هاني كواليس نادي ريال مدريد حقيقي يعني شيء يدعو للفخر تاني وزي ما بقول ده كل دوة قناة النادي الأهلي والقائمين عليها بيحاولوا يوصلوا أفضل صورة لجماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية الحقيقة يعني دايما بنتكلم أن النادي الأهلي مشرف مصر ودايما في المحافل الدولية بيرفع اسم مصر كثيرا 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 وبالتالي كان كان توقمة أو كان يعني تعاون مطمر جدا الحقيقة وجيف وقته يعني جيف وقته أسلام لأن زي ما بقولك زي ما كل واحد شايف شغلانة بتاعته على مستوى الإدارة الفنية على مستوى اللاعبين على مستوى مجلس الإدارة كمان قناة النادي الأهلي بالتعاون طبعا مع طبعا سيف الوزيري للشخصية العظيمة الشخصية المكتهدة جدا اللي بيخدم الكورن المصرية بشكل كبير جدا علشان كمان وجود شعار النادي الأهلي وده المهم في الموضوع شعار النادي الأهلي المتواجد على قناة ريال مدريد خلال فترة إن شاء الله كاس العالم الأندير يعني نتبنى إن شاء الله نحن نكون لسه طبعا عندنا حاجات من هذا القبيل كتيرة جدا بتجيلنا أول باول وعندنا زملائنا في القناة بيبعطولنا كل هذه الأمور عشان تبقى جمهور الأهلي يبقى فخور يبقى سعيد يبقى فرحان يبقى أنا النادي الأهلي أنا النادي الأهلي موجود في كل مكان شعاري موجود في كل مكان الكل بيجري ورايا والكل بيشوفني والكل عايز يتفرج علي الحقيقة التقرير اللي كان معمول على قناة ريال مدريد حاجة تشرف حاجة وانت قاعد بتسمع التقرير وبتسمع الكلام اللي بيتقال في التقرير حاجة تشرفنا جميعا وتخلينا نبقى سعداء بالشكل اللي بيحصل ونبقى سعداء بأن احنا بننتمي لهذه المنظومة منظومة متكملة منظومة محترفة منظومة محترمة عندنا بنرد على كل الناس ولكن بنرد برد النادي الأهلي وبإسلوب النادي الأهلي وبطريقة النادي الأهلي وهذا هو الفارق الكبير اللي نحنا أو هو ده الفارق الكبير ما بين قناة النادي الأهلي وأي قنوات أخرى وهذا هو الإعلام اللي بيقدمه النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين التعاون التعاون ده بيتعمل لأنه صورة النادي الأهلي في العالم كله في العالم كله اللي هي صورة الرياضة المصرية صورة مصر زي ما حضراتكم شايفين وزي ما قلت لحضراتكم لما بنتكلم عن حاجة اسمها القوى النعمة هي دي القوى النعمة اللي بنتكلم عليها لأن الأسبان وهم عاديين أو اللي بيشجعوا ريال مدريد أو اللي ما بيشجعوش ريال مدريد وبيتفرجوا على تقرير ويشوفوا اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي أعتقد أن ده شيء يشرفنا جميعا أن احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق دي طبعا تمريننا الأخيرة قبل وصول أو قبل سفر بحثة ريال مدريد النهاردة كانت النهاردة الساعة أربعة ولقطات من تمرين نادي ريال مدريد حقيقة طبعا زي ما النادي الأهلي وجمهار النادي الأهلي والمصرين يحبوا يشوفوا الكلام ده بيشوفوا كيف يستعد بطل أوروبا بشكل كبير جدا لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهاية كأس العالم الأندية وزي ما بقولك إسلام مش بس خلي بالك قناة ريال مدريد مش موجودة لمحب ريال مدريد على مستوى أسبانيا بس ده على مستوى العالم في كثير من المواجبين والعاشقين لريال مدريد متواجدين في أنحاء العالم وبالتالي بيتابعوا قناة ريال مدريد وعندهم قناة ريال مدريد دايما متودة وبالتالي كمان ده انتشار عالم مش على مستوى أسبانيا بس لكن على مستوى العالم بالنسبة لشعار النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكو استعدادات شايفين كل اللعيبة مودريش وتوني كروز بيستعدوا واحنا يعني بنتكلم بسعادات وانا سعيد جدا بنتكلم ان توني كروز ومودريش بيستعدوا للقاء النادي الأهلي يعني الحقيقة الشيء ان شاء الله بإذن الله يوم الأربعة يكون ان شاء الله نعمل النتيجة ايضا نجاب تنهاني لو لم يحدث اي شيء ان شاء الله يعني عندنا اتفاق النهاردة مع واحد من أساطير التدريب في نادي ريال مدريد ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد حيكون ساة 11 ونص بتوقيت القاهرة حيكون معانا ان شاء الله وده زميلنا أحمد شهاب اللي معانا هنا في القناة اللي أنا بحييه الحقيقة على شغله الرائع هو دايما بيجيب السكايب والحاجات المهمة دي فيما يخص البرنامج السادسة فهو الحقيقة النهاردة كان قال لنا لا انا هجيب ديل بوسكي والحقيقة اتفق معاه وزبط معاه كل حاجة عندنا كوادر في قناة النادي الأهلي الحقيقة كوادر محترمة وكوادر دائما تستحق الحقيقة المسندة والدعم فانا بشكر احمد شهاب برضو لانه النهاردة اللي حيقعد قدام قناة النادي الأهلي حيبقى فخور حيبقى سعيد حضرتك حتستمتع وانت بتشوف نادي ريال مدريد وهو حاطة التمرين بتاعه عند قناة النادي الأهلي حتستمتع وحنا حطين تمرين النادي الأهلي داخل قناة ريال مدريد حتستمتع ان شاء الله ان شاء الله لو لم يحدث اي شيء انا بحبش اقوله لكن انا عايز ادي شهاب حقه الحقيقة وشكره على الهواء مباشرة ان هو جايب لنا ديل بوسكي هتقعد هتقعد هتسمع ديل بوسكي هو بيتكلم عن النادي الأهلي وبيقول ايه عن النادي الأهلي ان شاء الله يعني ده يكون في 11 ونص ايضا يكفي ان حضرتكو برضو قاعدين بتسمعه نجم كبير زي كابتل هاني رمزي واللي بيقوله وطريقته في الكلام واسلوبه في الكلام الحقيقة شايفين الاهلي فين؟ يعني هل حضرتكو شايفين النادي الأهلي واسلوب النادي الأهلي وطريقة النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي فين؟ أنا بس حبيت أن أوري لحضراتكم أن النادي الأهلي ده بالفعل هو فخر للرياضة المصرية النادي الأهلي هو الوجه الرائع للرياضة المصرية أو للقوى النعمة المصرية المتمثلة في النادي الأهلي فشكرا لكل المسؤولين عن النادي الأهلي الحقيقة لإتحتنا الفرصة أن نحن نقدر نعمل حاجة زي دي طبعا كل الاحترام والإشادة بكل واحد شغال في قناة النادي الأهلي زي ما بنقول كمان بنحاول نقدم لكم شيء يليء بكيان النادي الأهلي لأن نحن عارفين قناة النادي الأهلي يتبعها الملايين وحقهم علينا أن نتكلم بلغة الاحترام وبلغة الأدب وبلغة الرياضة التي تعلمناها في النادي الأهلي كنا بنتكلم على انتشار النادي على مستوى العالم النهاردة كمان جريدة ماركا الأسبانية من أكبر الصحف على مستوى أسبانيا عملت الحقيقة تقريق مهم جدا عملته النهاردة عن النادي الأهلي خلال طبعا التغطية اللي بتقوم بها لفريق ريال مدريد واستعداداته لمباراة النادي الأهلي الحقيقة وصفت الجريدة الأهلي بالعظيم يعني وصفت ماركة الأسبانية بتقول النادي الأهلي العظيم وصفين كمان أن ريال مدريد حيوصل له الرباط بلا راحة ما عندهش راحة في انتظار طبعا بيقوله في انتظار 11 محارب مصري وخلي بالك من كلمة مصري تاني أنا بأكد النادي الأهلي هو يعني هو الصورة النموذجية لمصر 11 مقاتل مصري قادرين على أن يجعل مهمته للوصول لنهائي كأس العالم صعبة للغاية كمان الجريدة اتكلمت عن الأهلي وتاريخه اتكلمت على تاريخ كبير جدا في بطولة كأس العالم للأندية وأن النادي الأهلي له علامات بارزة وأنه هو الأكثر مشارقة في عدد المباريات ب20 مباراة في 8 مشارقات كمان ماركة الأسبانية وصفت الأهلي بشكل أكتر من رائع تحدثت أنه مش غريب عن النادي الأهلي ما بين قصين كده ملك أفريقيا والمتوج بعشر ألقاب لدور الأبطال الأفريقي كمان قالت ماركة أن الأهلي لديه الكثير من الخبرات في كأس العالم للأندية وحاصل على المركز الثالث العام الماضي وأن الفريق لديه الكثير كمان من اللاعبين المميزين على المستوى الدولي سواء في منتخب مصر أو المنتخبات الأفريقية الأخرى بالتأكيد التقرير الذي قال يا كابتن إسلام كمان مراية إزاي الناس في أوروبا وفي العالم شايفين النادي الأهلي التقرير أكثر من رائع من أكبر الصحف على مستوى أسبانيا وهو على المستوى الأوروبي مركة الأسبانية وعمل تقرير أكثر من رائع للنادي الأهلي الحقيقة مش ماركة بس يا كابتن هني ولكن كل الصحف العالمية تتغنى بالنادي الأهلي وبما يفعله النادي الأهلي وهو ده اللي بيخليني يبقى سعيد جدا جدا وانا ان انا بنتمي ولول جزء صغير حضرتك وكل العاملين في النادي الأهلي او كل المنتمين للنادي الأهلي ومحبين النادي الأهلي بيكونوا فخورين باللي احنا شايفينه فخورين بما يحدث على شاشة قناة النادي الأهلي فخورين بما يحدث على شاشة قناة ريال مدريد فخورين بما يحدث في كل الصحف العالمية وذكر اسم النادي الأهلي دائما ما يكون بالشكل الإيجابي دعنا نرى تقرير عن الصحف العالمية وهي تتغنى بمواجهة النادي الأهلية وريال مدريد ونرجع نكمل مع حضراتكم مباراة القرن هي المواجهة التي ستجمع بين الأهل المصري نادي القرن الإفريقي مع ريال مدريد الإسباني نادي القرن الأوروبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب الشقيق اهتمام عالمي وعربي ومحلي بهذه المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم صحيفة ماركا الأشهر في إسبانيا عنولت مقالا عن المواجهة المقبلة ذكرت فيها أن ريال مدريد في الرباط ينتظره أحد عشر محاربة مصرية من ملك إفريقيا وأن ريال مدريد سيصل إلى الرباط لخوض معركة كرة قدم مع استعداد لاعبي الأهل الذين وصفتهم بالمحاربين المصريين لجعل المباراة مهمة مستحيلة على فريق العاصمة الإسبانية ذكرت فيه أيضا أن المواجهة بالنسبة للأهل هي الأكثر أهمية في تاريخه بعد أن اجتاز مرحلتين دون أن تهتز شباكه أمام أوكلاند سيتي نيوزيلندي وسياتل ساندرز الأمريكي وأن الأهل هو الفريق الأكثر لعبا للمباريات في كأس العالم بواقع عشرين مباراة بفضل مشاركته ثمان مرات لذلك ليس من المستغرب أن يمتلك ملك إفريقيا صاحب الألقاب العشرة لبطولة دور أبطال إفريقيا كما أن الفريق حقق المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية كما عنوانت صحيفة آس أكبر الصحف الإسبانية في عنوانها الأهل يواجه ريال مدريد المصريون فازوا على سياتل ساندرز بهدف أفشى الذهبي في الدقيقة الثامنة والثمانين ليتأهلوا لنصف النهائي أمام ريال مدريد وأن دخول محمد شريف أدى لتنشيط الفراعنة فيما صلطت صحيفة ديليميل البريطانية عنوانها على فوز الأهلي وذكرت حسرة بامتياز لفريق سياتل ساندرز الأمريكي سببها الخصوم المصريين بفوزهم في الدقيقة الثامنة والثمانين ليتقدموا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية كما عنوان موقع مدريد يونفيرسال أن ريال مدريد أصبح على موعد مع مواجهة عملاق الكرة المصرية النادي الأهلي فيما عنوان موقع فرانس 24 أن الفوز المتأخر عن طريق أفشاء يصنع نصف نهائي بين الأهلي وريال مدريد كما عنوان موقع أمال أس الدوري الأمريكي الأهلي يقصي سياتل ساوندرز بحسرة من كأس العالم للأندية فيما عنوان موقع البرنابيو سبانيول الأهلي يهزم سياتل ساوندرز لواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية متضمنا أن الأهلي المعروف بملك إفريقيا الذي وصل إلى نصف نهائي المسابقة بعد فوزه على سياتل ليتمكن الفريق المصري مواجهة أكبر نادي في العالم وأن مارس الكولر اللاعب ابن عشاق وجمهور النادي الأهلي على موعد مع هذه المباراة التاريخية للكرة المصرية وللنادي الأهلي هذه المباراة التي تجمع ما بين النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وريال مدريد الأسباني بطل أوروبا الأهلي هو أكثر الأندي المصرية والعربية التي اعتادت مواجهة كبار أوروبا ولعل أبرز وأقدم مباريات المارد الأحمر مع أندي أوروبا فوزه على فنار بخشة تركي بنتيجة ستة اتنين سنة تسعة وعشرين في نفس العام تغلب على مواطنه جلت سراي بهدف للاشيء أعتقد أن دي كانت البداية لهذه المواجهات الكبرى ثم تواصلت اللقاءات حتى وصلنا لغاية ألفين وواحد كابتن هاني ألفين وواحد كنا أيضا لعبنا ريال مدريد وكانت المباراة دي الحقيقة أنا أتذكر طبعا ما كنتش موجود في الملعب لكن أتذكر أنه كان كل جمهور النادي الأهلي متواجد في المدرجات وكنا الأول مرة بقى بنشوف لعبة ريال مدريد موجودين على أستاذ القاهرة صحيح كانت مباراة يعني مباراة كمان كمان مباراة ودية ولكن كانت مباراة تاريخية كمان لأن كل عمالقة ريال مدريد كانوا بيلعبوا يعني على مستوى الفول تيم على مستوى كمان لاهتمام بهذه المباراة وكانت الحقيقة مباراة جيدة جدا على المستوى الفني على المستوى الحضور الجماهيري أكيد كان متأفل على آخره وكان صورة رائعة كمان لمباراة بين كبيرين زي ما بنتكلم نادي الأهلي ونادي ريال مدريد الحقيقة في 2000 كان هدف طبعا سجله الناجيري 2001 طبعا سانديي اللاعب المتميز جدا أحرز هذا فأعتقد هذا الهدف ما زال في ذاكرته وما زال يعني أكيد أكيد لما بيتكلم على أجمل لحظات حياته بيتذكر هذا الهدف يعني أنا أعتقد أن سانديي هو علامة مميزة لمباراة ريال مدريد يعني عندنا في جمهور النادي الأهلي هنجيب لحضراتكم الهدف وهو إن شاء الله هنجيب لحضراتكم المباراة مباراة الأهلي وريال مدريد كاملة بتاعة سنة 2001 مش بتاعة يوم الأربع أتمنى طبعا أن أنا نجيب لحضراتكم مباراة يوم الأربع ولكن دي هنجيب لحضراتكم مباراة الأهلي وريال مدريد اللي كانت سنة 2001 كاملة إن شاء الله يعني النهاردة بكرة حنقول لحضراتكم على الهواء مباشرة متى سيتم إدعاة هذه المباراة فده سانديي اللي هو أحرز هدف المباراة لو تفتكر سانديي عمل حاجات أخرى لا هو سانديي معلم وفي أسماء بعلامة في المباراة بص جمهور الأهلة كابتن معالش أنا آسف إن أنا قطعت حضرتك ولكن طبعا الصورة رائعة وجمير النادي الأهلي مليا المكان وهدف كمان أعتقد 90% كان كابتن حسام غالي هو اللي عمله لكن زي ما أنت بتقول دايما فيه مباراة فيه اسم اللعب معين يعني فيه مباراة كده بتسمى بأسماء اللعبين أعتقد صانديي طبعا هي دي من أبرز علامات تاريخه القروي وذكرات ومع النادي الأهلي هذا الهدف التاريخي في ريال مدريس سنة 2001 طبعا كابتن حسام غالي بيعدي يعني هو كان ممكن نحطه بس ألا خلاص صانديي يعني نعم هو صانديي يعني لا حسام هو لو عليك أنا عايز هو اللي يجبها فكانت مباراة مباراة جميلة جدا وطاريخ كبير جدا خلي بالك كابتن إسلام النادي الأهلي لعب مغرات كثيرة جدا مع الفرق الأوروبية حقيقي اسم النادي الأهلي يعني من زمان بنتكلم زي ما بنتكلم هي جيل بيسلم جيل فاكر فرناندو هيرو كابتن فرناندو هيرو طبعا وروبرتو كارلوس يعني كان تيم عظيم وزيدين زيدان بتتكلم على وأسماء يعني إيه الأسماء دي يعني بوراة كانت جميلة وفيها ندية وهو وبودسكي المدير الفني اللي حيكون إن شاء الله بإذن الله موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله الصلاح 11 ونص لأنه هنكلمه عن ذكريات هذه المباراة أيضا لأنه من أفضل ويعني علامة بارزة كبيرة جدا فيه الكرة الأسبانية على مجال التدريب سواء ريال مدريد أو المنتخب الأسباني الحاصل على طبعا كاس العالم مع المنتخب الأسباني على إبراهيم الحياة برضو عمل أنا حيجيب جونة عموما المباراة بالكامل هتكون مع حضراتكم إن شاء الله إن شاء الله هنحاول نزاح لحضراتكم النهاردة أو بكرة وأعتقد أنها كمان هتكون بتعليق العظيم كابتن ميمي الشيربيني فيعني هتبقى إن شاء الله مباراة ممتعة يعني مباراة ممتعة ونشوف إلا هيحصل في هذه المباراة كابتن هاني معنا فيديو لسوندي سوندي أحرز هدف مباراة الفوز أو هدف الفوز في مباراة ريال مدريد والنادي الأهلي اللي كانت مقامة على استاد القاهرة في سنة 2001 الحقيقة وصلنا لسوندي وعمل الفيديو اللي حنوريه لحضراتكم خلالنا نتلع نشوف ماذا قال سوندي عن هدف الفوز للنادي الأهلي أمام ريال مدريد ونرجع نكمل مرحبا بالجميع أنا صنداي لاعب الفريق السابق وصاحب هدف الفوز في اللقاء التاريخي بين الأهلي وريال مدريد عام 2001 أود أن أهنئ الفريق واللاعبين والجهاز الفني وكذلك مجلس الإدارة والجماهير بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأنبياء الآن كلنا نترقب مواجهة ريال مدريد عليكم أن تثقوا في أنفسكم وفي الأهلي ليكون الانتصار في النهاية أتمنى لكم كل التوفيق وكذلك كل الحظ وأدعو لكم بالوصول إلى المباراة النهائية ننتظركم في نهائي هذه البطولة الكبرى شكرا الحقيقة أي لعب مرة على النادي الأهلي أو لعب للنادي الأهلي يكون عنده ذكريات جميلة جدا ودايما بيفتكر النادي الأهلي بذكريات جميلة بطولات مباراة مع أندي عالمية الحقيقة ده كمان علامة من علامات النادي الأهلي كل من ينتمي للنادي الأهلي سواء من أبناء أو سواء من القادمين من الخارج المختلفين من الخارج النادي الأهلي دايما بيسيب بصمة داخل هؤلاء اللاعبين وعلى مستوى اللاعبين على مستوى المدربين أو المدرين الفنيين اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي تلاقي كل الناس بتعتز بهذا أو بهذه الفترة اللي أضاها في مبين جدران النادي الأهلي سواء علاقته مع اللاعبين أو الجماهير أو الإدارة الحقيقة على مر التاريخ يبقى النادي الأهلي هو الذي يعطي الدرس في الرياضة المصرية وده بيباني كابتن الإسلام من ردود الأفعال وبيباني من تصرحات المدرين الفنيين اللي رحلوا عن النادي الأهلي أو اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي على مستوى الأجانب أو حتى على مستوى اللعيب المحلي حتى على مستوى المدربين يا كابتن هاني يعني أنا أعتقد أن علاقة كل جماهير النادي الأهلي مع مانويل جوزي مثلا علاقة أبدية يعني هم بيحبوا ما ما عمل مهما آل مهما بتاع لكن يظل دائما مانويل جوزي حتى بيتسو موسيماني علاقة جميلة جدا مع جمهور النادي الأهلي وأعتقد ريكاردو سواريش حتى المدير الفني السابق للنادي الأهلي اللي ما عادش تقريبا 3-4 شهور وانتهى عقده أو مشي من النادي الأهلي برضو علاقته جيدة ومؤخرا عندما فاز بأفضل مدير فني في البرتغال زمان ديتر فيتسا على سبيل المثال فيتسا من الناس الألماني اللي جوم يشتغلوا وعمل شغل كبير جدا جدا مع النادي الأهلي وما زالت بصمته وهو كمان يعني بيتحدث كثيرا في ألمانيا عن تجربته مع النادي الأهلي وبالتالي هي دي العلاقة الاحترام المتبادلة ما بين النادي الأهلي وما بين مدربين وما بين لعبته على مستوى الاحترافي خلينا نتكلم بكل أمانة يعني الاحتراف ليه قواعد والاحتراف ليه مهنية لأن المهنية دي أو الاحتراف يا كابتن الإسلام مش أي حد يقولك أنا محترف أيا كان أنا بتكلم على بالعوامل لكن النادي الأهلي هي منظومة احترافية نتكلم على منظومة احترافية في تخصص في عوامل كثيرة جدا جدا موفرها النادي الأهلي طبعا لأبنائه حتى على مستوى الألعاب الأخرى على مستوى الإنشاءات على مستوى الجمعية العمومية كل النادي الأهلي بيشتغل في كل الملفات دي بشكل أكتر من رائع وبشكل احترافي كبير جدا جدا طيب برضو مهم جدا وإحنا بنتكلم عن المديرين الفنيين نرجع برضو مرة تانية نتكلم عن مارسيل كولر ودوره الواضح الحقيقة خلال الفترة السابقة في كون النادي الأهلي يعني الحمد لله يعني حتى أنا بشوف أن مارسيل كولر يا كابتن هاني واحد من المديرين الفنيين اللي له وجهة نظر وبيحاول يطبقها بغض النظر عن وجهة النظر دي بيكسب بيها أو بيخسر أو حتى هذه اللحظة الحمد لله والشكر له وبيكسب فبالتالي وجهة نظري أنه هو واحد من المديرين الفنيين اللي لهم بصمة واضحة جدا على معظم اللعيبة في النادي الأهلي يعني لما تشوف كريم فؤاد وعملية تطوير اللعبين كريم فؤاد ومحمد هاني حتى على رأيك خلال هذه الفترة محمد هاني بيعمل أدوار رائعة جدا جدا من قبل حتى اللعبة في كاس العالم أيضا كل اللعبة حسين الشحات وعودة حسين الشحات بهذا المستوى الرائع اللي احنا شايفينه كل الحاجات دي كنت نعتقد بتحسب لمرسل كورا يعني فيه شك يعني هو هادي الطباع ولكن حد في الأوقات المناسبة بشكل وعنده بلان وعنده وعنده رؤية جيدة جدا وبيتعامل مع اللعبين بشكل أكتر من رائع وده مهم جدا علاقته ما بين ما بين اللعبين عملية تطوير اللعبين الملاحظ فيها تطور على مستوى هايل يعني نكلم على محمد هاني ما شاء الله تطور بشكل كبير جدا حسين الشحات وعودة قوية جدا لفرموته حتى العلاقة اللي كانت موجودة مع كهرباء وازاي انه في خلال ست شهور كهرباء ما بيشاركش وبيظهر بهذا المستوى ده كمان شغل مدرب على المستوى الفني وعلى المستوى المعنوي وده شيء مهم جدا انك بتشتغل كمان بالشكل يعني العلاقة يعني الإنسانية ما بينه بقى ما بين اللعبين ده كمان مهم جدا وملاحظ جدا في الفترة اللي فاتي نتمنى له التوفيق ان شاء الله بإذن الله لان يعني تطور شهود لغاية دلوقتي ما فيش ولا هزيمة تاريخه يعني القصير من النادي الأهلي لغاية دلوقتي خالي من الهزائم ان شاء الله يستمر لكن زي ما بقول هو رجل عنده بلان رجل عنده سيستم بيحاول يطبقه بشكل كبير فنتمنى له التوفيق وان شاء الله بإذن الله زي ما هو ما كسب لنا كمان النادي الأهلي ما كسب لي صحيح طبعا يعني أول تقربة كمان بره بره أوروبا صحيح الأجواء مختلفة والتعامل مع اللعبين مختلف التعامل حتى في يعني المؤتمرات الصحفية مختلفة عن أوروبا انه يداخل على كل ده جديد 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 الضغوط كمان مختلفة الضغوط مختلفة فكل ده الحقيقة هو نجح فيه الحمد لله بشكل جيد جدا لغاية دلوقتي آه لكن نتمنى له ان شاء الله ان هو يكمل المسيرة بهذا الشكل طبعا ما فيش مدرب حيفضل موجود لكن أنا أصبح يفضل موجود أو حيفضل يكسب على طول هذه هي كرة القدم ونحن نعلم تماما أنه فيه كرة القدم فيه مكساب وفيه هزيمة والمتغيرات كثيرة جدا 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 عمليني زمنه عليا في كل شوية قلولي قولي يا كابتل إسلام نتاج الدوري أنا مش هتكلم عن الدوري يا جماعة دلوقتي بعد إذنكم أنا مش هتكلم عن دوري يعني أنا هتكلم عن كاس العالم وعن ريال مدريد ومباراة يوم الأربع اللي جاي بعد يوم الأربع يبقى حلاء ألف حلال بعدين لو الناس كلها عارفة نتاج المباريات مش نتاج ما احنا نقولها يعني يعني لما تيجي تسألني يقولي مثلا الأهلي كسب أوكلاند سيتي كام أو نتكلم مثلا 3-0 مثلا أقدر أقولك لكن أقولك كسب سيئات الكام أقدر أقولك لكن هتجي تقولي الدوري إحنا دلوقتي يا جماعة النادل آلي بيركز لما نجي نلعب في أفريقيا يبقى نتكلم على أفريقي لما يجي نلعب في كاس العالم يبقى نتكلم عن كاس العالم إحنا دلوقتي أنا مش هتكلم عن حد في الدوري المصري وهقول ده كسب كام وده تغلب كام وده عمل إيه ما ليش علاقة مش بتاعتي أنا كل غرضي إن أنا أشوف تدريب ريال مدريد على قناة النادي الأهلي أشوف تدريب النادي الأهلي على قناة ريال مدريد أنا متفق معاك كابتن جدا في اللي أنت بتقوله دايما خلينا بصين إحنا بنعمل إيه بصين قدامنا وخلي الناس هي اللي تقول ده النادي الأهلي بص النادي الأهلي بيعمل إيه يعني خلينا نتكلم في الجزئية دي إحنا بنتكلم لو أنت بتتكلم على مرس الكولر الحقيقة بممازم بالتلاتة صفر حقا ست مرات نتيجة تلاتة صفر مع النادي الأهلي وبالتالي أعتقد أنها نتيجة محببة لي نتيجة تلاتة صفر لكن أنا بتطفق معاك تماما إن إحنا في إحنا عشر تيام احتفال يا جماعة إحنا عشر تيام موجودين في منظومة عالمية بنتكلم على بطولة عالمية بنتكلم على ريال مدريد اللي هنقابله إن شاء الله خلال بعد بكرة إن شاء الله خلينا نمركزين في لعبتنا خلينا نمركزين في تقلق النادي الأهلي خلينا نمركزين إن شاء الله في مباراة ريال مدريد وإن شاء الله نعمل نتيجة جيدة وبإذن الله وليه لا دايما اللي بتقال أن أنت ممكن تحقق الموجزة وتكسب هذه المباراة فهو ده حوارنا دلوقتي هو ده كلام وجماهير النادي الأهلي هو ده شغف جماهير النادي الأهلي إحنا بنتكلم على الكرة العالمية ووصول النادي الأهلي أو وجود النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مستوى الكرة العالمية هو ده اللي يهمنا وأي حاجة تانية نالتفت إليها الحقيقة يعني لما يجي الدوري والنادي الأهلي يرجع بالضبط كده حالما نتكلم على الدوري هو الدوري اللي بيودينا الهنا نتكلم بقى الأهلي ونتكلم على الفرق التانية فاركو والمصري والإسماعيلي حالما نتكلم عن كل الفرق وفوقتها لأنه في الآخر هو الدوري هو اللي بيوديك أنت تلعب في أفريقيا واللي بيوديك تلعب في كاس العالم للأنديها فبالتالي لكن إحنا دلوقتي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين حريك بتتبص على أو بتشوف لعبة نادي ريال مدريد هما بيتمرنوا استعدادا لمباراة يوم الأربع أمام النادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي بتشوف كارلو أنشلوتي هذا المدرب الكبير والعبقري اللي موجود على فكرة بيواجه انتقادات شديدة جدا خلال هذه الفترة مع ريال مدريد ده حقيقي يعني كانت البداية الدوري كانت جيدة جدا لكن فيه اهتزاز كبير جدا جدا في مستوى ريال مدريد واتساع الفارق ما بينه وبين برشلونة أعتقد وصل لخمس أو ست نقاط أو 8 نقاط بعد الهزيمة من ريال مايوركا عنده إصابات كثيرة جدا ويعني هو الراجل يعني مش هقول فيه إقالة أو استقالة لكن أنشلوتي من المدربين العظماء في تاريخ القرى العالمية مش في أسبانيا بس هو المدرب الوحيد اللي حصل على كل البطولات في الخمس دوريات الكبرى على مستوى أوروبا واخد تشامنز ليك بطل أوروبا النسخة الماضية ولكن كل دوات زي ما أنت بتقول وبنتكلم أن الرتم ممكن يطلع وينزل مع أي مدرب في العالم أي مدير فني في العالم على مستوى العالم نتكلم على أنشلوتي بنتكلم على يورجون كلوب اللي ماشي يعني بشكل يعني سيء جدا مع ليفر بول وكان من أفضل أو مدرب العالم فهي ده حال كورت القدم وهو ده اللي بنشوفه وهو ده جمال كورت القدم الحقيقة يا قبت إنسلام تحب قبل ما نروح للأخبار وزميلتنا العزيزة مريم سميح النهاردة كان فيه خبر مهم جدا وحاكلم مع حضراتكم سريعا جدا المهندس خالد بما أننا بنتكلم عن العالمية يعني مهندس خالد مرتاجي النهاردة دايما نقولك وزير خارجية النادي الأهلي المهندس خالد مرتاجي وأمين صندوق النادي الأهلي والمنصق العام لبعثة النادي الأهلي في موديال الأندية اتكلم في دبلومت الفيفا لتطوير الأندية ممثلا للنادي الأهلي بما أننا بنتكلم بقى عن العالمية ووجود النادي الأهلي في كل المجالات في قناته زي ما حضراتكم شايفين في بعثته زي ما حضراتكم شايفين في إسلوبه في طريقته في كل شيء وذلك كان النهاردة في حضور ممثلي أكبر الأندية العالمية مثل ليفر بول وليوفينتوس وآيكس وأودونيزي والعديد من الأندية الأوروبية التي قامت جماعها بالحديث عن تجربتها مع كرة القدم والأساليب اللي انتهاجتها حتى تبوأت تلك المكانة المميزة عالميا المهندس خالد مرتاجي تكلم عن نشأة النادي الأهلي وتاريخه وبطولاته وأرقامه القياسية وقياداته وكيف انتقل إلى نادي محترف من الدرجة الأولى على كافة المستويات وتطرق في الحديث عن الجانب التسويقي والاستثماري وكيف نجح الأهلي في أن يعتمد على روافده الأساسية وشعبياته الجريفة في كل أنحاء العالم الحقيقة المهندس خالد مرتاجي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين وصور من هذا الحدث حاجة عالمية حاجة رائعة حاجة جميلة المهندس خالد مرتاجي هو الصوت العالمي هو المختص بالملف في الخارجي للنادي الأهلي يعني هو تكلم على كل نقاط كثيرة جدا وده اللي بيوضح قد إيه إن حتى جزء الرعاية كيف يكون الرعاية هما اللي يسعوا لي التعاقد مع النادي الأهلي وده شيء مهم جدا نتكلم على نقطة الاستثمارية كمان المهندس خالد تحدث عن تاريخ النادي الأهلي الكبير من 1907 وعلاقته كمان بي جماهيره والحقيقة زي ما بنتكلم المهندس خالد مرتاجي زي ما بنتكلم كل واحد في تخصصه والحمد لله كل التخصص ده على مستوى على المستوى الدولي يعني هو في وجود ليبر بول ودينيزي وآيكس أمستردام كل ده كانوا موجودين والمهندس خالد مرتاجي بيشرح تاريخ النادي الأهلي وكيف النادي الأهلي بيبني يعني على المستقبل كمان نتكلم عن المستقبل بشكل أكتر من رائع عملية تطوير المنشآت عملية تطوير كمان قطاع الناشئين وإزاي النادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الله هيكون عنده كوادر من اللاعبين المميزين اللي يمثلوا بلدهم يمثلوا النادي الأهلي ويكون عندهم كمان فرصة للاحتراف الخارجي الحقيقة كل ده في إطار زي ما أتكلم إطار العالمية صحيح نتكلم في إطار العالمية على مستوى فريق قرط القدم على مستوى مجلس الإدارة وتواجد طبعا مهندس خالد مرتاجي الصورة المشرفة لجماهيري النادي الأهلي والمصريين الحقيقة بشكل عام الحقيقة خبر مهم جدا واستعراض أكثر من رائع للمهندس خالد مرتاجي واجهة مشرفة الحقيقة للنادي الأهلي ولكرة القدم المصرية وللقوة النعمة لمصر كاملة الحقيقة بهذا الشكل واحد من أعضاء يعني مجلس الإدارة السابقين ومن صندوق النادي الحالي اللي بيعملوا بكل إخلاص لهدف واحد وهو وكل أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق وكل الأعضاء اللي موجودين هدفهم هو شيء واحد فقط إسعاد جماهيري النادي الأهلي وأعضاء كابتن هدي ده حقيقي ده حقيقي وده وده الأساس باحترافية كاملة خلينا نتكلم كمان لازم نتكلم ولازم هنقول ونفضل نقول لأنه هو ده الأساس أولا نادي الأهلي بيشتغل باحترافية كاملة نادي الأهلي بيدي كمان بيدي مطل يعني ما بيهتمش بس بالحاضر لا ده كمان بيبص للمستقبل بشكل كبير سواء لخدمة الجماعية العمومية أو سواء بإرسال رسائل للولاد الصغيرين الولاد اللي طالعين اللي بيتفرجوا دلوقتي على المهندس خالد مرتجي وبيتفرجوا على الكابتن محمود الخطيب بيتفرجوا على كل أعضاء المجلس إدارة ده بيتعلموا كيف يدار النادي الأهلي إداريا لما يتفرجوا على الكابتن سيد عبد الحفيظ ويتفرجوا على الكوادر الفنية الموجودة ده كمان تعليم اللغة اللي بيتحدث بها كل أعضاء النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وكل من منتمي لهذا الكهان الكبير ده كمان درس للولاد الصغيرين وده مهم جدا صدقوني ده مهم جدا في ظل اللي احنا عايشين فيه من السوشيال ميديا والدنيا بقت مفتوحة على البحري وكل واحد يقول اللي هو عايزه يبقى النادي الأهلي ملتزم ما يقولكش ده احنا احنا متمسكين بمباعدنا متمسكين بخطوطنا العريضة متمسكين بأخلاقنا وده هو التحدي الأكبر يا كابتن إسلام طيب برضو النهاردة الأستاذ خالد مرتاجي الحقيقة احنا كنا اتكلمنا في هذا الأمر مبارح وكلامه عن والده واحد رموز النادي الأهلي الفريق عبد المحسن مرتاجي النهاردة الأستاذ خالد مرتاجي أمين سندوق النادي الأهلي تقدم ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقال الأستاذ خالد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقدم غدا ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد المدعو مرتضى منصور لتتاوله وإساءته لوالدي المرحوم الفريق أول عبد المحسن كامل مرتاجي أحد قيادات القوات المسلحة المصرية حقيقة ده استكمال اللي ما حدث وده حق وإحنا دايما نادي الأهلي دايما بيستخدم دولة القانون مش أي علاقة اللي عايز يشتم يشتم اللي عايز يقول حاجة يقولها اللي عايز يعمل أي حاجة يقولها ولكن زي ما احنا بنشوف وده دائما يكون من خلال قناة نادي الأهلي رد حضرتك المحترم ردي ردي كل الناس بيكون دائما بشكل احترافي ومحترم بالمناسبة النهاردة أيضا مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلع بيان قال فيه أنه هيعقد اجتماع بكرة الثلاثاء لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات مش عارف برضو موضوع الإعلام ماشي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون بصراحة مصر كلها مصر كلها بتتمنى كده لأن في بعض الشخصيات خرجت عن النص كثيرا خلال الفترات السابقة طيب نروح كابتن هاني الأول قبل مريم الأول خلال نرحب بمريم وزاكا مريم زاكا كابتن إسلام زاكا كابتن هاني برحب بيك وطبعا برحب بكل مشاهد دي قناة الأهلي طيب علشان زميلنا كريم أحمد معنا كابتن من هناك بقاله فترة برضو ينضم إلينا زميلنا كريم أحمد من المغرب علشان يقول لنا كل الأخبار الخاصة ببيعتة النادي الأهلي احنا شوفنا بقى الأخبار الخاصة ببعثة ريال مدريب من خلال شاشة قناة الأهلي فتشوف بقى بعثة النادي الأهلي وكل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي من خلال زميلنا كريم أحمد تفضل يا كريم برحب بيك كابتن الكبير الكابتن إسلام الشاطر وكل التحية لكابتن هاني رمزي والزميل العزيزة مريم سميح برحب بيكو في البداية عايز أبدأ معاك وأطمن كل جمهورنا جمهور النادي الأهلي على القيمة الكبيرة جدا الكابتن محمود الخطيب يعني التحامل الحقيقة وإنكار الزات الكبير اللي فيه كابتن محمود الخطيب وتحامله عن نفسه لحياة الفترة الماضية تقلبات الجوا كابتن إسلام كان لها تأثير جدا الحقيقة على البعتة بالكامل لكن زي ما قلنا الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير لكن برد جديد الحقيقة لكابتن محمود الخطيب خلال الأيام الماضية الرجل تحامل عن نفسه وكان بيتواجد بشكل كبير جدا لرفع المعنويات والوقوف بجانب لعيب النادي الأهلي لكن يعني الأمر كان صعب شوية أنا عايز أقول لك من لحظات كابتن أسامة حسني الحياة اللي ممكن وصل منذ لحظات أو من صباح اليوم العميد على أصلاح المنصق الأمني أيضا كمان دكتور أحمد وعابلة كانوا متواجدين في أحد المستشفيات القريبة جدا من فنده لقامة للإطمئنان بشكل كبير جدا على كابتن محمود الخطيب بطم من كل جمهور النادي الأهلي الحمد لله يمكن هي نزلت برد شوية لكن إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي ويكون مؤازر كالعادة في مباراة الأهلي ورية المدرد الحمل الكبير لكن بنتم من كل الجمهور الأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله القيمة الكبيرة ما بيكون متواجدة سواء متواجد بكلماته بتحفيزه برسائله بتكون لها تأثير كبير جدا فكنا حابين نبدأ في البداية ننطمن كل جمهور النادي الأهلي على حالة القيمة الكبيرة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نرجع كمان كالعادة لجمهور النادي الأهلي ونطمنه على حالة اللاعبين اليوم النهاردة قبل ما نتكلم عن حالة اللاعبين أولا يعني اللي أنا فاهمينه عشان يبقى جمهور النادي الأهلي فاهم لهذا الأمر كابتن محمود الخطيب الحمد لله أمورك أنا قلت من يومين ثلاثة أنه عنده يوم المباراة تحديدا عنده برد لغاية دلوقتي البرد لسه موجود شوية ولكن كابتن محمود بيتحامل على نفسه فالنهاردة كان موجود في المستشفى وناس اتطمنت عليه وكل الأمور جيدة ورجع الفندق مرة أخرى هل ده الكلام ده مظبوط ولا فيه حاجة تانية تمام يا كابتن إسلام تمام ويمكن كمان لابد أن احنا نشيد بدور طبعا سيد فوزي الأقشع طبعا على الاهتمام الكبير اللي بعت وفد طبي كبير جدا الحقيقة اللي اطميننا على كابتن محمود الخطيب زي ما أنت قلت يا كابتن إسلام الأمور الحمد لله بالنسبة لكابتن محمود الخطيب طيبة هي حالة برد يعني شديدة شوية طبعا بالنسبة لتقلبات الجو لكن بمشيئة الله ان شاء الله يتحسن بشكل كبير ويكون متواجد كالعادة في المأسورة يقازر ويحفز النادي الآلي بكلماته المعتقدة كابتن إسلام إذن ألف سلامة للنجم الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي وإن شاء الله إن شاء الله يبقى زي الفل هو يعني اللي احنا كريم بيقوله لنا أنه هو الحمد لله الأمور جيدة جدا جدا وإن شاء الله هنحاول برضو يا كابتن هاني نزل البرد يعني هنحاول برضو بعد قليل نجيب كابتن إسامة حسني إن شاء الله نطمن أيضا على كابتن محمود الخطيب إيه الأخبار بقى عندك يا كريم أنا شايفك مش لابس الجوانتي إذن الحرارة جيدة لا التقس طيب جدا يا كابتن إسلام يعني زي ما قلنا الحقيقة يعني الحمد لله الرباط الجو ألطف وأهدى فيعني الأمور طيبة بالنسبة لتقلبات الجو إن شاء الله بإذن الله موعد المباراة يبقى التقس على ما هو عليه إن شاء الله بإذن الله نهاردة كالعادة طبعا يوم مليء بالأخبار بالنسبة لفريق النادي الآلي نهاردة كان صباح لتدريب 12 ظهرا أمور كانت مهمة جدا لمسناها وشفناها الحقيقة كابتن إسلامة كابتن هاني في التدريبات تكلمنا على رفع الضغوط الحقيقة وقلنا يمكن لابد ميستر كولر يكون بركز بشكل كبير جدا في هذا الأمر الحقيقة النهاردة ترجم هذا الأمر على الأرض الواقع بنسبة للتدريبات شفنا الابتسامة شفنا التهريج البسيط جدا في التدريبات شفنا ميستر كولر بيلتقط الصور التسكرية وبيحاول إن هو يشارك لعيب اللي نادي الأهلي يفرح معهم يهرج معهم لأن ده دور مهم جدا زي ما قلنا لابد أن لعبة نادي الأهلي تستمتع رفع الضغوطات أمر مهم فالنهاردة الحقيقة 50 دقيقة كانت داسمة بالنسبة للتدريبات لكن كان فيه روح كبيرة جدا جدا من لعيب النادي الأهلي كل بيحاول إن هو يخرج نفسه من الضغط الكبير اسم كبير جدا زي ما عارفين ريال مدريد كل ما الأيام بتقرب كابتن إسلامة كابتن هاني لابد يكون في ذهن كل لعب هذا الأمر عشان كده بنقول خلاص يمكن عندنا بكرة للتدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي على مركب مولاي الأمير عبد الله اللي يستقبل إن شاء الله الأهلي ورية المدريد لاستاد الحقيقة حاجة أكثر من رائعة بيتسع لستين ألف مشجع زي ما يمكن جمهور المغربة وعدونا بيقولوا إن هتشوفوا حاجة رائعة ومميزة جدا في المباراة القادمة وراءة الأهلي ورية المدريد في شعبية كبيرة الحقيقة الريال المدريد هنا طبعا كالعادة بقيمته الكبيرة لكن كل اللي بنقبله الحقيقة كابتن إسلام وكابتن هاني طبعا بيساند وبيدعم ويقول وراءكم إن شاء الله بإذن الله مؤذرتنا إن شاء الله بكون معاكم بجانب طبعا جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي فينا وحولك كثيرة جدا الحقيقة أن الجمهور ييجي من القائرة لكن التذاكر خلاص يا كابتن إسلام نفذت بالكامل مجرد طرح التذاكر على السيستم الخاص بالفيفا في أقل من ساعة الحقيقة نفذت التذاكر بالكامل دي القيمة الكبيرة للنادي الأهلي والقيمة الكبيرة أكبر كمان لريال مدريد وكمان كابتن إسلامي يعني أبا بنشوف يعني لقطات بتتزاع على تلفزيون ريال مدريد والعكس الصحيح ده فخر كبير جدا الحقيقة ودي قيمة للنادي الأهلي النادي الأهلي في كأس العالم الأندية بقيمته وتاريخه عشان كده بنقول يا رب إن شاء الله لعبة النادي الأهلي يكون في معادها ويكون في يومها لتحضيرات تكون طيبة جدا ميستر كولر أيضا غدا كمان صباحا هيكون في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الأهلي بحضور كابتن فريق النادي الأهلي كابتن شناو وميستر كولر 12 ربزهرا طبعا بتوقيت المغرب ويبدأ التدريب ب12 ونص أيضا كمان بتوقيت المغرب يليه كابتن إسلام وكابتن هاني الاجتماع الفني هيكون أيضا كمان في ملعب المباراة للوقوف والترتيبات على الوصول شرط التديل للنادي الأهلي الأمور المعتادة التنظيمية لفريق النادي الأهلي ويمكن كمان بنعمل كالعادة زي ما ميستر كولر والجهاز الفني تفقدوا أرض الملعب طبعا في طانجة إن شاء الله بإذن الله يكون في سماح للجهاز الفني بالكامل أنه يتفقد أرض الملعب كنا بنعمل اللعيبة لأن مهما كان التقرير اللي بيكتب أو أيضا كمان نقل المعلومة من الجهاز الفني لعبتنا كنا محتاجين أنها تدوس على أرض الملعب لأن تعرف ما كانش فيه أي تدريب ولا يكون فيه تدريب على الملعب الرئيسي ملعب مولاي عبدالله ليستقبل مبارات الأهلي وريال مدريد لكن الحمد لله الأمور طيبة جدا يوم هادي بالنسبة لعابة النادي الأهلي عقب العودة مباشرة الكل في الغرف الكل في الاجتماعات مستر كولر من لحظات كان فيه محاضرة فنية مهمة جدا جدا فيها هاي لايتس الرجل بيحاول أنه يتفرج على كل المباريات وتحديدا المباراة الأخيرة ريال مدريد وريال ميوركا فيارب إن شاء الله كون التحضيرات في معاتها لا لو عايز تتفرج على تبريد المدريد يفتح قناة الأهلي تتفرج عليه طبعا يا كابتن إسلام طبعا 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 حاجة رائعة والله فخر كبير جدا جدا الكل بيتكلم عن هنا الأشقاء المغربة ما بيتتابع قناة الأهلي يعني كل الناس اللي في ناس بتشوف نفسها على القناة في التأمين حتى الحقيقة يمكن الأمن اللي متواجد معنا بيطلعونا الفيديوهات يقولونا أنتو طلعتونا في التأمين وطلعتونا في قناة النادي الأهلي مجهود كبير جدا الحقيقة لكل زملائي الحقيقة وده واجبنا كابتن إسلام لأن احنا في حمل كبير جدا زي ملعابة النادي الأهلي عندها حمل كبير هو جمهور النادي الأهلي احنا أيضا كمان عندنا ملايين الجماهير بتتابع قناة النادي الأهلي فيارب إن شاء الله بإذن الله تبقى تخطيطنا الخاصة والحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي بالجهد الكبير اللي بيبذل الحقيقة من زملائي ويارب إن شاء الله نكون موفقين ويكون يومنا كابتن إسلام ويكون يوم ناصر كبير جدا على فريق النادي الأهل كريم طمنا برضو على حالة اللعبين الحمد لله كل اللعيبة جاهزة بدنيا كنا سمعين أن في بعض اللعبين خدوا جزء من التدريبات للإجهاد هل خلاص كل اللعيبة بتشترك بشكل كبير في التمرين الجماعي أم لسه في بعض التدريبات الخاصة لبعض اللعبين يعني هخص بالتحديد كهرباء وأفشة يمكن الناس تناولت بعض الأخبار طبعا يمكن أفشة عنده نازل ببرد وكهرباء أيضا لكن كهرباء الحقيقة شعر بإجهاد النهاردة فما شاركش في الجرعة التدريبية الكاملة لكن كان فيه جرعة تدريبية خاصة لمحمود عبد المنعم كهرباء على أن يكون في كامل جهزيته بمشيئة الله في تدريب الغد أفشة أيضا كمان واحد يعني من العيب الرجالة اللي لابد يكون فيه تضحية كبيرة جدا أفشة الحقيقة يمكن آه عنده نازل ببرد بسيطة جدا لكن بالحجم الكبير اللي هي تعوق عن أداء التدريبات أو المشاركة فيها المباريات مرحلة مهمة جدا محتاجة القلب ومحتاجة التضحيات الكبيرة عشان كده إن شاء الله بإذن الله الكل يكون جاهز تدريب الغد يكون مهم جدا عشان نتطمن على حالة كل اللاعبين آه التدريب يكون مفتوح 15 ديئة الأولى الخاصة بيها لصحفين طبعا ليكونوا متواجدين بكثافة لمشاهدة فريق النادي الأهلي في تدريبه والأخير لكن إن شاء الله لعبتنا تحافظ على بعض ويوم المبرى إن شاء الله كل يكون في معادة كابتن إسلام وكابتن هاني إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي خلال هذه المباراة كريم برضو أنا حابب وكل يوم حنقلك شكر كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة وشكرنا الحقيقة للتغطية المتميزة اللي دايما سواء حضرتك أو الدكروري أو عوضة هذا الثلاثي عامل شغل رائع جدا وإشادة كاملة بكل اللي بتعملوه الحقيقة ونتمنى إن شاء الله إن إحنا دايما نضع كل جمهور النادي الأهلي أمام شاشته وشاشة خلاة النادي الأهلي من خلال حضراتكم بكل الكواليس وكل الحاجات اللي بتحصل في المغرف يعني كل الشكر لكم وكل الشكر على تعبكم خلال هذه الفترة أنا عارف التعب كله بيهون طالما أن التعب ده كله بيروح لأن جمهور النادي الأهلي بيكون راضي ولو بجزء صغير جدا على المستوى اللي إحنا بنقدمه يعني شكرا لكم وشكرا على تعبكم ولكن من الواضح جدا على شاشة قناة النادي الأهلي قد إيه الجهد اللي مبزول واضح جدا لكل من بأي حد بيتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي شايف الشغل الرائع اللي أنتوا عاملينه فأنا بشكركم جدا جدا وبشكرك يا كريم دائما على هذه التغطية المتميزة واروح لزميلتنا العزيزة مريم سامحي إزاكا مريم مرة تانية ويعني عندنا أخبار كتيرة جدا برحب بيك طبعا في البداية كابتن إسلام برحب بيك يا كابتن هني برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا يعني شكر موصول للزميل عزيز كريم أحمد من المغرب حيث أننا النهاردة لأن حلقة مهمة جدا فيه الأهلي في المونديال فبالتالي الأخبار اللي هتكون معنا النهاردة هي أخبار في غاية الأهمية الحقيقة كلها بتدور حول طبعا المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل ما بين النادي الأهلي وما بين نادي ريال مدريد لأن حقيقة لا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة المرتقبة والحقيقة أننا أكيد هنعيش ساعات من الفخر والتركب سواء قبل المباراة أثناء المباراة أو حتى بعد المباراة بغض النظر طبعا عن النتيجة أقول لك إحنا عايشين الحالة دي من دلوقتي من أول مباراة من أول ما فوزنا على سياة اللي إحنا عايشين هذه الحالة يمكن من ساعة لما وصلنا كأس العالم الأندية كابتال الإسلام إحنا فخورين جدا بنادينا لأن الحقيقة هيواجه أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم وهو نادي الأهلي تاني أكثر أندية تتويجا بالبطولات فأكيد هتكون مواجهة كبيرة جدا بما تحمله كل الكلمة من معاني فأكيد هيكون معانا هذه الأخبار ما بين طبعا يعني البطولات أو نادي القرن الإفريقي ونادي القرن الأوروبي خلينا بقى نبدأ أخبارنا والحقيقة أننا هاخد من كلام طبعا زميل عزيز كريم أحمد ونبدأ طبعا أخبارنا أخبار المونديال من النادي الأهلي عبر طبعا الكابتن محمود الخطيب عن شكره وتقديره إلى فوزي لكجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم والذي حرص على إرسال وفد طبي ظهر اليوم إلى مقر إقامة البعثة بالرباط للإطمئنان على صحة رئيس الأهلي واستحابه إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد نزلة البرد الشديدة التي ألمت به قبل يومين وأكد على امتنانه الشديد لكل الأشقاء المغربة والسيد فوزي لكجع لما تلقي بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية ومسندا منذ لحظة الوصول إلى دولة المغرب الشقيقة نروح بقى طبعا لأخبار الفريق اللي استأنف اليوم تدريباته على ملعب الجامعة المغربية استعدادا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية وشد طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وجمال جبر مدير الإعلام مسؤول اللجنة المنظمة بإغلاق المران أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني للفريق ويختتم طبعا فريق الأهلي تدريباته التحضيرية للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد يوم غد الثلاثاء وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي تعديل موعد المران الرئيسي للفريق غدا الثلاثاء ليقام في الوحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ده طبعا بدلا من التساع مساء وذلك وفقا للرؤية الفنية كمان عقد المدرب مارسالا كولر اليوم محاضرة للعبين بالفيديو لشرح طريقة اللعب أمام ريال مدريد الإسباني في مقر إقامة بعثة الأهلي في الرباط بالمغرب وحرص طبعا كولر على الاجتماع باللعبين وعقد معهم محاضرة فنية شرح فيها عدد من الأمور الفنية والتيكتيكية وعرض بعض اللقطات المتعلقة بطريقة أداء فريق ريال مدريد كمان أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن اللاعب محمود كهربا يعاني من إجهاد عضلي ولذلك فضل الجهاز الطبي والفني أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة واكتفى بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق وأنه سيقضع لفحص طبي قبل مران يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والإطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها كمان أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن محمد مجدي أفشا لاعب الفريق تخلص من أثار نزلة البرد التي ألمت به عقب مباراة سياتل ساوندرز وشارك مع زملائه في المران كاملا على ملعب الجامعة المغربية في الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد المقبلة وخض أيضا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي للفريق وأدى الشناوي تدريبات الرقد حول الملعب وجانبا من التدريبات البدنية المنفردة لمدة عشرين دقيقة عقب انتهاء فقرات المران الجماعي وفقا للبرنامج التدريبي المحدد له يحضر طبعا مارسل كولر المدير الفني للأهل ومحمد الشناوي كابتن للفريق مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الثلاثاء بملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط ويتحدث طبعا المدير الفني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها طبعا الأربعاء وذلك وفقا للقواعد المنظمة للبطولة ويقام غد ثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في الخامسة بتوقيت القاهرة في قاعة المؤتمرات بستاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط ويحضر طبعا الاجتماع الفني المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق والمنصق العام للبعثة والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد أبو عبلة دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وجمال جبر مدير الإعلام وأيضا علاء صلاح المنصق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والترخيص وأيضا أحمد التوخي مسؤول التصويق وماهر عبدالعزيز إداري الفريق ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريدة الإسباني ومسؤول اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة وطبعا تعرض اللجنة المنظمة على وفد أن ريين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لسه طبعا مستمرين مع أخبار بعثة الأهلي في المونديال وهينضم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق إلى بعثة الفريق بالمغرب غدا الثلاثاء وزي ما احنا طبعا عارفين أن الأهلي أعلن مؤخرا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاكستيف الجزائري سابقا لمدة أربع سنوات ونصف السنة طبعا يعني زي ما تكلمته يا كابتن هوني وكابتن إسلام عن طبعا في الإنترو عن الصحف العالمية اللي أكيد بتغطي طبعا هذه المباراة المرتقبة طبعا إحنا معانا النهاردة أكيد خبر من موندو دي بورتيفو الإسبانية أكيد نشرت مقال بعنوان الأهلي المصري أنجح الأندية في العالم ومنافس ريال مدريد وذكرت طبعا فيه أن الأهلي المصري هو فريق حصل على أكثر من 140 لقب في تاريخه الممتد 116 عام وهو علامة فريقة تجعل من نادي القاهرة الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم كما ذكرت أيضا الصحيفة أن ما عليك إلا أن ترى درع الفريق المصري المتوج بأربعة نجوم تمثل 40 بطولة محلية فاز بها على مدار تاريخه في حين أن عشرة نجوم أخرى تقع في الجزء السفلي من الشعار وفيها عدد بطولاته العشر في دور أبطال إفريقيا وهذا ليس أكثر ولا أقل فالأهلي هو النادي الأفريقي للقرن العشرين برصيد 124 طبعا بطولة لأنه الفريق الأكثر نجاحا في إفريقيا وبالمثل فهو أيضا النادي الأكثر نجاحا حتى الآن في القرن الحادي والعشرين 41 لقب في آخر 23 عام تتفوق طبعا على باي ميونيخ ولينكلين ريد إمس من جبل طارق بحصول كل منهم على 40 كأسا في كأس العالم للأندية شارك طبعا مام مجموعة ثمان مرات حصل ثلاث منها على برونزية وهي أعلى علامة في هذه المسابقة كما أن سكان القاهرة على وجه الخصوص يحبون ويشجعون الأهلي في جميع الأوقات والعديد من السيارات تحمل طبعا ملصقة مع درعيه والكافتريات والمقاهي أيضا تكون مملوقة في كل مرة يلعب فيها روح بقى دلوقتي لأخبار طبعا نادي ريال مدريد وأعنى الإطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريدة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وده طبعا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاءت القائمة كالتالي في حراسة المرمى لونن ولويس لوبيز وكاني زارس وفي خط الدفاع كرفخال وألبا وفايخو وناتشو وأودري زولا وروديجر ومارفيل وفي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكامافينجا وفالفيردي واتشواميني وداني سيباسيوس وماريو مارتن وأريباس وفي خط الهجوم أسينسيو وفنيسيوس جونيور ورودريجو وماريانو دياز وطبعا شهدت القائمة استبعاد كل من كريم بنزمة والحارس قلب الجيكي تيبو كورتوا بالإضافة إلى أدر ميليتا وفيرلاند ميليتا ولوكا سيفاسكيز وأيضا أدن هازرد يمكن عايزة أقف هنا شوية كابتن نهاني وكابتن إسلام عن الغيابات اللي ضربت صفوف ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة يعني عايزة أسأل حضراتكم يمكن كالناس كتير بتتكلم عن يمكن الغيابات دي هتكون في صالحنا صالح النادي الأهلي في ناس تانية شايفة العكس وشايفة أن ممكن أن اللاعبين اللي ينزلوا مكان هؤلاء اللاعبين يكونوا عايزين يظهروا نفسهم لأنشلاطي ويكونوا عايزين يعملوا أداء كبير جدا عشان يظهروا طبعا لجا ماهير نادي ريال مدريد وبالتالي ده ممكن يعنعكس علينا إحنا بشكل سلبي يعني أنا هتكلم في نقطة مختلفة شوية المرحلة السيئة اللي بيمر بيها على مستوى فني ريال مدريد ووصوله للنهاية أو كاس العالم الأندية تعني ريال مدريد أعتقد تعني الكثير وده اللي قاله يمكن أنشلاطي أنه كاس العالم هو راح عشان ياخد هذه البطولة وإن احنا عارفين الفرق الكبيرة لما بيغيب عنصر آه قد يكون مؤثر ولكن العنصر الآخر أو مش هقولي البديل ولكن كل سكواد على مستوى عالي جدا جدا نتكلم على غياب كريم منزمة أكيد هيكون مؤثر ولكن فيه حلول كثيرة جدا جدا لريال مدريد أنا في اعتقادي الكابتن إسلام المستوى السيء اللي بيمر بريال مدريد قد يكون دافع كبير جدا لهذا الفريق أنه يجدد كمان طموحه ويجدد أماله وعملية الفوز بكاس العالم الأندية قد تكون مصالحة إلى حد ما مع جماهيره وإدارته ويروح ويرجع للليجة بمعنويات أعلى طبعا مما يعني طرقها بعد خسرته من ريال ميوكا 1-0 بس يا كابتن هنا أنا بشوف أنه في الآخر ريال مدريد أنت بتلعب ريال مدريد عنده مستوى سيء عنده الأمور مش جيدة عنده إصابات ولكن إذا كسبت فأنت هتكسب ريال مدريد إذا خسرت فأنت بتخسر من ريال مدريد الأسماء اللي يعني بديل كورتوه هو مين بديل كريم بنزيمة هو مين كلها أسماء كبيرة جدا وعلى الأقل لعبة مش أقل من 30 أو 40 مباراة في الدوري الأسباني وبالتالي أو يمكن أكتر من كده كمان فبالتالي بتتكلم على لعبة كبار جدا وبتتكلم على نادي كبير جدا اسمه نادي ريال مدريد مباراة وبيني وبينيك أنا لما أروح ألعب في كاس العالم غير لما ألعب في الدوري بتاعي سواء نادي الأهلي أو حتى نادي ريال مدريد فبالتالي هو هيروح بدوافع جديدة بشكل جديد بأمور أخرى هم حرين لكن أنا في النهاية أنا بلعب باسم النادي الأهلي وعايز أكسب هذه المباراة هتقول لي عايز أكسب ريال مدريد الأقرب من ريال مدريد يكسب واقعيا ولكن أنا دايما بحط في جوه كل لاعب في النادي الأهلي بيكون فيه حاجة مهمة جدا وهي أن المستحيل ليس أهلاوي إن أنا حفضل ألعب لغاية آخر ثانية ونشوف إيه اللي حيحصل كل واحد يبزي المجهود اللي عليه ولكن تظل نتيجة في الآخر دي بتاعت ربنا أكيد أتضفق معك طبعا يا كابتن أكيد المستحيل ليس أهلاوي وطبعا الأهلي ما يعرفش المستحيل وده اللي أثبته لنا خلال الفترة الماضية طبعا خلينا نكمل أخبارنا ويخود فريق الهلال السعودي بطل أسيا مواجهة مرتقبة تجمع بينه وبين فلمانجو البروزيلي بطل أمريكا الجنوبية ضمن منافسات الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب الشقيق وسيسعى فريق الهلال السعودي لتحقيق أكثر من هدف في مباراة فلمانجو البروزيلي المرتقبة وسط دعم جماهير كبير أو يعني دعم جماهير كبير متوقع للفريق العربي ويسعى ليكون أول فريق سعودي يصل إلى نهائي منذيال الأندية وأول فريق أسياوية أهل النهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في عام 2016 وأكد فابيو مدير الكرة لفريق فلمانجو البروزيلي على صعوبة مواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وذكر طبعا فابيو أن الهلال يملك مجموعة جيدة من اللاعبين وكذلك لديهم ريمون دياز مدير فني جيد ونعرفه جيدا لكن لدينا رغبة شديدة في الفوز أمام الهلال والصعود إلى المباراة النهائية نعمل جميعا لخوض نهائي كأس العالم للأندية والعودة إلى البروزيل بالكأس مهما كان المنافس وما نسعى إليه هو التتويج باللقب دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة يا كابتن إسلام ويا كابتن هاني بشكركم جدا طبعا ويعني حقيقة حاجة تدعو للفخر النهاردة زي ما احنا شفنا أكيد كل الأخبار الخاصة بنادي ريال مدريد والتعاون المشترك ما بين قناة النادي الأهلي وما بين قناة ريال مدريد حاجة الحقيقة تدعو للفخر وأنا فخورة أننا واحدة من هذه المنظومة الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي بشكركم جدا نرجو أن احنا نكون قدمنا توفيق للنادي الأهلي نشكرك يا مريم تقطية أكتر من رائعة على كل المستويات على مستوى متابعة فرقيتنا على متابعة حتى ريال مدريد حتى على متابعة نصف النهي الآخر ما بين الهلال وفلمينجو طبعا تقطية رائعة وكالعادة بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا مريم على وجودك معنا وكالعادة دائما تقطية متميزة قبل ما اطلع فاصل واستقبل نجمين الكبيرين اللي هيكونوا معنا النهاردة كلمتين بسرعة جدا عن كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي واحد من اللاعبين الكبار اللي هم دور كبير جدا مع النادي الأهلي بيتحدى ظروف صعبة وظروف كثيرة جدا ورغم أنه رحل من النادي الأهلي قبل كده يعني هو صغير مبكرا في الناشئين ولكن رجع واشتغل وتقلق واشتغل على نفسه لغاية لما بقى أفضل واحد من أفضل اللاعبين أنا شايف محمد الشناوي كان عنده إصرار وعزيمة كبيرة جدا جدا حتى لما خرج من النادي الأهلي كان هو خارج وعلاقتي طبعا بمحمد علاقة جيدة جدا هو كان ناوي يرجع للنادي الأهلي وكان بيشتغل على نفسه للرجوع للنادي الأهلي والحقيقة الصورة اللي بنشوفها الصورة الأخيرة لمحمد الشناوي وراءها تضحيات كثيرة جدا جدا ومجبود كبير جدا 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 لمحمد الشناوي أنه يصل لهذه الدرجة من القيادة أولا ومن المستوى الفني اللي خلع بعض الأندية على مستوى حتى الأندية الإنجليزية تقدم عروض على مستوى نادي النصر الصعودي وقيمة هذا النادي الكبير يقدم عرض ليه محمد الشناوي أعتقد ده دليل أن محمد الشناوي يعني وصل لمرحلة من التقلق على مستوى القيادة وعلى المستوى الفني يعني بنقوله يشد حيلك وإحنا عندنا أمال كثيرة جدا جدا فيك ومبروك وصولك لهذه المرحلة وإن شاء الله كلنا وراك لأن محمد الشناوي كمان بيدي أمثلة للولاد الصغيرين دايما أنا معلش يعني بأكد على الجزئية دا لأن ده مهم جدا أنه كمان بيدي رسائل اللاعبين لولاد الصغيرين اللي طالعين قديه أنك لازم تجاهد وتحارب عشان توصل لمرحلة أو توصل كمان لقلوب الأهلوية ده مش سهل لكابتن إسلام أنك توصل لجماهير النادي الأهلي بهذه الطريقة تقرير عن النجم محمد الشناوي وبعد كده فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير كابتن أسامة عرابي في ضيافة الأهلي في المنديل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في هذه الفقرة النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم زي كابتن شريف كابتن إسلام شرف ومنور الله يمنو جودك أيضا النجم الكبير كابتن أسامة عرابي زي كابتن أسامة مشرف ومنور أهلا وسهلا بيك كابتن إسلام كابتن أهلا كابتن أهلا كابتن شريف خلي بالك النهاردة زمانه كان في المغرب مش عايز أقول أنا مش عايز أحبتن أسامة لكن هو كان زمانه في المغرب دلوقتي آه والله كنت أتلقى كان عندي عندي جاءت فرصة كده كنت حسافر النهاردة بالليل وعن صديق ليه هو اللي كانت دعو من عنده هو ليه صديق في المغرب فقدروا يجيب لهم عشر دعاوي في المباراة وكده فقال لي يلا هنركب الطيارة بس الحجوزات يعني بقول لي إسلامونا داخل مش عشان أسافر لازم أسافر بالليل النهاردة على إير فرانس بتاعة إيجيبت إير اللي هي بتطلع بالليل أو إير فرانس طالع بالليل وأوصل مغرب واركب من باريس واركب من باريس على المغرب وبعدين نحضر المباراة هناك ونشوف إن شاء الله لو كسبنا وقعدين برضو غات المباراة تانية وبعدين نرجع على باريس وباريس على مصر بس جات الفكرة جات بسرعة فأعتقد إنه هو كل وقت ما أسعفنيش يعني لو إن الفيزا كانت موجودة كل حاجة اتبعنا متفرج مع بعض إسلام كان مزبطنا في عجازة متفرج مع بعض هنعمل لك المغرب برضو نجيب لك كل حاجة زي لا نفس الشكل ونفس الإحساس يعني بس تانية كنت هتبقى طبعا لا كنت هتبقى المورات البتاعك هناك بس البتاعك هذا شرف ليهم يا كابتن إنه حاجته بموجود أساساً معاه حبيبي كابتن حاخد من كلامك يمكن قبل لو أبتكلم مع حضرتك عن مباراة النادي الأهلي مع الفرق الأوروبية على مستوى التاريخ وحضرتك كنت واحد من اللعيبة اللي يمكن لعبه أمام باير ميونيخ وكان الباير هو بطل بطل أوروبا وكان هو المتسايد الكرة على مستوى أوروبا إحساسك كابتن وانت نازل ملعب وانت كنت بتحكيلي إنك حتى كنت راجع من إصابة والنادي الأهلي بيكسب اتنين واحد وحضرتك بتحرز هدف في أسماء كبيرة جداً على مستوى الكرة العالمية والألمانية إحساسك إيه أولاً قبل المباراة إحساسك إيه بعد ما جبت هدف وإحساسك كمان إنك فزت على فريق كبير زي باير ميونيخ في الحقيقة كانت احتفلية يعني أنا بنسبالي احتفلية إن أنا هرجع بعد إصابتي في كسر في رجلي وبرجع قدام فرقة كبيرة زي دي كنا بنتصور بقى مع جود مولر هتلاقي طاري الشيخ وأنا وسابت والله يرحمه وكابتن مصطفى عبدو وكابتن خطيب وسيب ماير يعني دي كانت من الإسمين الكبار أول اللي كانوا موجودين وكانوا لسه ياخدين كسر أوروبا سبعة سبعين تبعين وسبعين عما أعطاك فبقاين جالي الحظ في نهاية الشوت الأول واخدتوا كورة وعدت من النص من الاتنين وحطيتها بطن رجلي في سيب ماير كانت فرحة كبيرة جدا وفيلم الجول متوسط يعني في اليوتيوب فدي كانت حاجة كويس وكان ليه حظ كمان مع ساوز هامبتون في مصر هنا ده المباراة اللي اتولد فيه عباس حمد عباس جيبتني أول جول برضو في ساوز هامبتون هنا كانت فلستاد بالليل كده كانت تراي ماتش بار ولعبت قدام بايك ولعبت قدام في تركيا قدام بشكاتش وغنار بخشا وباوك اليوناني وايك فالمطشات دي كلها الحمد لله يعني ما تغلبناش فيها خالص وكان ليه الحظ ان انا بحرز هدف في ساوز هامبتون وهدف بارميرا كان نفسك تسافر بقى المغرب عشان كده انا احنا قاعدين وانتسافر اتمنى انا انا وبسوط من الحالة اه حقيقي اه الاهلي عام الحالة جميلة او للعالم كله دواتي بتكلم عنه يعني صحيح اه فرصة عظيمة اوي اه مش ليه نحنا بس كاهلي وقناه هنا واللعيبة والجماهير وكله لا اللعيبة نفسها عندها يوم الاربع تعارب بنا وبين العالم كله تخيل انت هتلعب والعالم كله هتفرج عليك عشان انت صحيح اه ضد ريال مادريد هدي نشوفوا ايه الفرقة اللي دايما تبقى موجودة بقرة الضوء ودايما هي اللي من افريقيا بتبقى بتستحوذ على السمعة وعلى الاداء وعلى الفوز على كرات كتير يعني مش من اول مرة يعني وعندنا اه 8 نصر كان فيها انجازات هايلا يعني فالحكاية هي موجودة للعيبة اكتر دلوقتي يعني فرحان للعيبة يعني اللي حكون ليهم الحظ ويشاركوا من اول مباراة الديني كله هتفرج عليك فرصة ليك تلاقي نفسك بتلعب في اتليتكو بلبوتة اتليتكو مادريد تلاقي نفسك بتلعب في اي حتة اه بتعملوا ماشتات قويسة وخاصة اللعبة النادي الاهلي ولعبة مصر بيجوا في المباريات دي وبيبقى ليهم اداء خاص يعني نهينا عن امباري ميونيخ الامكانات البدنية ساعتها وكل وقت وليه اداني الامكانات البدنية وانت السكواد بتاعك غير السكواد الموجود دلوقتي اعطاك ان الاهلي ممكن يحقق حاجة مباشرة بالخير ان شاء الله ان شاء الله كابتن اسامة ليك نفس التفاؤل هل يعني شايف المباراة ازاي كل الناس بتكلم على غيابات في بعض الغيابات لريال مدريد بعض اللعبة اللي غايب على قرصة كريم بن زمة كورتوى حارس المرمة شايف الغيابات دي مؤسرة ولا يبقى ريال مدريد هو ريال مدريد وفرص النادي الاهلي ان شاء الله للوصول للمباراة النهائية اولا هو كده كده هو شرف للنادي الاهلي انه يلاقي اعظم نادي في تاريخ الكون يعني دي بالارقام وبالاسم وكل حاجة يعني في اندية كبيرة جدا في العالم سواء في اسبانيا في انجلتورا في المانيا لكن ريال مدريد هو القيمة كبيرة جدا في حتى لما ما بيحصلش على بطولات في فترة معينة سواء الاسم الزهبي في العالم كله فهو شرف اساسا انك انت وصلت المرحلة دي وهتلعب ريال مدريد مباراة صعبة طبعا انت بتلعب نجوم عالميين نجوم منتخبات في بلادهم نجوم متمرسة في القارة الاوروبية بطولات بتلعب لفل مختلف فاكيد المباراة صعبة لكن المباراة صعبة شيء وانك انت يبقى عندك الامل والدوافع انك انت تقدي مباراة حلوة جدا زي ما كابتن شريف قال انك انت فرحة للعيبة ان بتلعب قدام ريال مدريد والاسم الكبير دوت زي ما حصل قبل كده تجارب كتيرة ومنها الاخيرة اللي في طولة العالم باير ميونيخ ولكن نتمنى ان شاء الله ان الاداء يكون افضل كتير وكمان يبقى فيه طموح عند العيبة انها ممكن تعمل مفاجأة ولكن في النهاية انك تقدي بشرف وبتركيز وتحاول تكسب والله اخسرت انت برضه في النهاية بتلعب اعظم لا لك شو ضغوط بمعنى لا لك شو ضغوط مهم جدا من بيزانتي دولبوسكي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا طبعا اولا بنراحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي وفي البداية حابين نعرف رأيك في هذه المواجهة المرتقبة لفريق النادي الاهلي امام ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي مونديال الاندية طبعا حد كنت متواجد كمدير فني لريال مدريد في الفين وواحد على استاذ القاهرة الدول اتذكر بكل تأكيد هذه المباراة لقد مرت سنوات عديدة نحن نتحدث عن 22 عاما حتى الان الاهلي قدم مباراة افضل مننا بكل تأكيد وفاز بهدف نظيف اتمنى ان تكون هذه المباراة افضل من جانب ريال مدريد لاننا نتحدث عن مونديال الاندية وكل شيء عن البطولة هو مهم للجماهير بكل تأكيد الحقيقة الكلية بيتساءل هل مستوى ريال مدريد على مستوى الليجة الاسبانية وخاصة في المباراة الاخيرة والخسار امام ريال مايوركا سيكون لتأثير على مباراة ريال مدريد امام النادي الاهلي وكمان بعض الغيابات على رأسها كريم بن زيمة وكورتو هل سيؤثر على اداء ريال مدريد امام النادي الاهلي لا اعتقد لان ريال مدريد هو نادي ياخد مباراة مهمة على مدار العام ويريد ان يتأهل النهائي بكل تأكيد لان لقب منديال الاندية لقب مهم بالنسبة لنادي بحجم ريال مدريد في مباراة مايوركا قدم مباراة طيبة الى حد كبير ولكن لم يستطع ان ينهي المباراة بالنتيجة التي يبحث عنها ايضا كيف ترى فرصة النادي الاهلي في تحقيق مفاجأة على حساب ريال مدريد واستغلال عامل الاجهاد والاصابات الحقيقة اللي وصلت لموجودة في ريال مدريد من اجل بلوق نهاية المنديال المرة الاولى في تاريخه في وجهة ناظري ريال مدريد لا يمتلك فريق واحد ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين يمتلك المزيج من الشباب والخبرة ولكن الاهلي سيكون فريق صعب للغاية امام ريال مدريد ولكن اكررها مرة اخرى ان ريال مدريد هو فريق ينظر الى البطولة يريد ان يتأهل النهاء ويفوز باللقب كلنا طبعا متابعين الليجة الاسبانية ومتابعين كمان موقف ريال مدريد في الليجة الاسبانية رأيك ايه في بعض الانتقادات على المدير الفني انشلوتي في الادارة في نتائج الدوري وهل هتكون في تغيير في الادارة الفنية قريبا لريال مدريد على مستوى تغيير المدير الفني انشلوتي اقد ان لن يكون هناك تغيير في الوقت القريب بالنسبة للادارة الفنية انشلوتي قدم مواسم كبيرة مع ريال مدريد وقال ادارة النادي السعيدة بما يقدمه انشلوتي لا يجب ان يكون اي تصرع وانشلوتي ليس محل شك بالنسبة للادارة طيب طريقة لعب النادي الاهلي بطل افريقيا افضل نادي في افريقيا نادي ريال مدريد ما بيلعبش ضد الانداء في افريقيا هل من الممكن ان نرى تغييرا في طريقة اللعب بالنسبة لريال مدريد في مباراته امام النادي الاهلي لا اعتقد ان ريال مدريد سيغير من طريقته هناك لعبان صنع الفارق مع ريال مدريد في السنوات الاخيرة نتحدث عن بنزيمة ومدرش ولكن هناك العديد من اللاعبين المهمين مثل اسينسيو وفالفيردي وفينيسيو ستنبين ايضا لا اعتقد ان الفريق سيغير من طريقته امام ريال مدريد لانه يقدم بالفعل اداء طيب اكيد طبعا كل الاسماء اللي تذكرت هم لعبين على مستوى عالي جدا جدا واحنا اكيد متابعينهم في الدوري الاسباني لكن عايزين نعرف او رأيك الفني في تظاهر النتاج الاخيرة لفريق ريال مدريد وخاصة بعد يعني العودة من كأس العالم شايف ده ازاي وشايف هل يستطيع ريال مدريد العودة تاني للمنافسة للحصول على اللي جا برغم فارق النقاط ما بين وما بين برشلونة تصل الى 8 نقاط نحن لازلنا في منتصف الموسم الموسم ولا زال هناك مباريات عديدة لازلت هناك مباريات عديدة في الموسم ريال مدريد قدم مباريات طيبة في بداية الموسم ولكني ارى ان هناك مباريات عديدة في الموسم لازلت متبقية المنافسة بالطبع انحصرت بين ريال مدريد وبارسلونا ولكني أعتقد أن المنافسة على اللقب لم تحسن بعد عايزك تقولي ذكرياتك برضو عن مباراة النادي الأهلي في 2001 أنا عارف أن هي 22 سنة وسنين طويلة جدا ولكن أعتقد أن أنت أيضا لك ذكريات بوجودك في مصر في مباراة الأهلي ورية المدريد في 2001 قد كانت مباراة في بداية الموسم قد كانت بمثابة الإعداد لنا الطقس كان حار للغاية والفريق كان منهك اللعبون كانوا منهكون في تلك المباراة بالطبع الأهلي كان أفضل منا في هذه المباراة وسجل هدف واستطاع أن ينهي المباراة بهذا الهدف ولكني أعتقد أن لعبين تأثروا بحرارة الطقس في تلك الفترة في مصر ولم يقدموا مباراة طيب والأهلي كان الأفضل الحقيقة كمان عايز أعرف وجهة نظرك في الكرة العربية وتأثير أو المفاجأة والأداء الجيد جدا للمنتخب المغربي ووصوله لنصف نهائي كأس العالم هل كان ده مفاجأة لك وصول المغرب لنصف نهائي كأس العالم وهل تتطور الكرة العربية بالشكل السريع لتجاوز أو الوصول لمرحلة العالمية كم مفاجأة بالنسبة لي المغرب قدم مباراة كبيرة في المنديال واستطاع أن ينهي البطولة في المركز الرابع بجدارة واستحقات كان يمتلك لعبين كثر من الشباب والذين يلعبون في الدوريات الأوروبية وبالطبع مستواهم كانت متقارب للغاية مع المنتخبات الأوروبية بطبيعة الحل أنهم يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة توقعاتك إيه للمواجهة الأخرى في نصف نهائي مونديال الأندية بين فلامينجو البرازيلي والهلال السعودي تبدو أن الحظوظ فلامينجو أكبر لكي يكون مع ريال مدريد في النهائي ولكني أرى أن الفرق العربية تطورك كثيرا في الفترات الأخيرة والهلال لن يكون ندا سهلا لفلامينجو أكيد وجودك معنا لازم نعرف وانت كنت واحد من ومازلت واحد من أساطير التدريب في الكرة الأسبانية والكرة العالمية وواحد من اللي حصلوا على كأس العالم مع المنتخب الأسباني في 2010 ردود أفعالك إيه بعد خروج المنتخب الأسباني يمكن فيه طم نهائي في كأس العالم هل كانت مفاجأة بالنسبة لك هذا الخروج وكمان استقالة أو إقالة لويس إنريكي بالنسبة لك وما مستقبل الكرة الأسبانية في القاضي سأبدأ من الجانب الأخير من السؤال لا سيما وأننا نتحدث عن جيل جديد من اللاعبين الصغار أعتقد أن المستقبل سيكون بالنسبة لهم مشرق لأنهم يكتسبون الثقة تدريجيا في المونديال الأخير أعتقد أننا قدمنا بعض الأمور الطيبة وهناك أمور أخرى لم تكن على الوجه الأمثل ولكن الأمور لم تكن سهلة بالنسبة لنا في النهاية أخيراً هل تبعت مباريات النادي الأهلي أمام أوكلين سيتي واسيات الأمريكي أو هل بتتابع كأس العالم للأندية لم أتابع المباريات عن كثير لأن الدور الأسباني كانت هناك مباريات وكنت أتابع مباريات الدور الأسباني ولكني تبعت قليلاً مباراة دور الثمانية بالنسبة للأهلي وأعتقد أن الأهلي قدم فيها مباراة ممتازة طيب بيزنتي ديلبوسكي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب أسبانيا واحد من أساطير التدريب في أسبانيا أنا بشكرك جداً على وجودك معنا وإجابتك على كل هذه الأسئلة شكراً جزيلاً للمدير الفني الكبير بيزنتي ديلبوسكي الكلام مهم جداً كابتن هاني فيما يخص مباراته في 2001 ودلوقتي أهم حاجة كمان قالها يمكن الأسئلة اللي احنا بنترحها دايماً الغيابات ستؤثر في المدير الراجل اللي عارف إمكانيات هذا الفريق وبيقولك أنا أسفك أبتك ده نفس الكلام تقريباً اللي احنا لما نيجي بحد بيسألك ويقولك هو نادي الأهلي غايب منه هاني رمزي أو شريف عبد ميناء أو سامة عربية يقولك تقوله إيه احنا نادي الأهلي نادي الأهلي عندنا سكوات كبير بمحضر وكويس إنه خبير يعني ده بيعتبر في درجة خبير على الكرة الأسبانية والعالمية لما بيقولك هذا الكلام يبقى كلام أكيد يعني إحنا بنتكلم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نتمنى طبعاً إن إحنا إن شاء الله نوصل للمباراة النهائية ولكن إحنا دايماً نكونوا واقعيين دايماً آه يعني مش عايزين نحط اللعبة تحت الضغوط لكن نقدر نعمل مباراة كويسة السعودية عملت السعودية عملت روح وأداء في المباراة أعتقد إن الأرجنتين كانت متسيدة الإمكانيات كلها والظروف من الشوت الأول ودخل الرجل المدرب حسهم على روح تانية خالص ونزله لقبوا كرة هني بتاعتهم كل واحد طلع الكرة اللي عنده ختلعب خايف مش هينفع لا صحيح كاشش لغاية لما تكسب لغاية لما تخسر لا طبعا ما بقيتش النازعة دي موجودة كمان في اللعبة بتاعتنا ذلك لأنهم بقعندهم من الخبرات إنهم بلعبوا فرقة كبيرة زي دي فلازم بقعندهم نفس الروح اللي بلعبوا بيها ونفس الشكل اللي المدرب كمان بيضغط من كل حت أي نعم أنا لازم أعمل حساب فرقة زي ريال مدريد كويس جدا أكيد لازم أعمل طريقة وإن كان ممكن نعمل ثلاثة في القلب وثلاثة خمسة اتنين دي اسلوب مثلا إن أنا داية المسافات ده فكر طبعا مدير فني عارفهم بلعبوا إزاي وهم عندهم سرعات كبيرة جدا لكن أنا لازم أبقى عندي الكرة بتاعتنا أنا عارف بس يعني طبعا نتكلم في ماناتشو لكن حضراتك عارف أنا بتكلم في النقطة دي لأن بعض الناس تقول لك آه يا عم ده فرصة بقى النادي الأهلي النادي الأهلي عنده فرصة زهبية إن كريم بن زمع ما بلعبش أو كرطوة ما بلعبش صدقني دا بيتقال يا كابتن بص هو بيتقال لغرض ما إنا كنا نتمنى نلعب كريم بن زمع ما بلعبش وكرطوة فإحنا بنقول الراجل اللي مسك منتخب أسبانيا وخد بيهم كاس عالم واللي مسك ريال مدريد بيقولك الناس ديت ما عندهاش للمشاكل أو ما عندهاش معنا صفرجنا علىه من بارع إزاي إزاي إنت سألتني السؤال ده قبل مستر دل بوسكي والله كنت أقول نفس الإجابة يعني هو أي إن هو ماشي طبعا كريم بن زمع لعيب كبير كورطوة أعسى الحراس المرمى لكن عنده لعيبة دوليين كتير ولعيبة في كل منتخبات العالم ولعيبة يعني ما ليس سألتنا السؤال ده كابتن هاني إحنا قلنا تقريبا نفس الرابط لإن إحنا كلنا عايشين في اللي إحنا عايشين في عاشد الأقلي وشايفين الأقلي أنا أعرف أنا أتكلم في كده أنا أعرف عشان ما أقللوش لو مرة بيقول لك ما أنتو لازم تقوله كده لكن إحنا جبنا الإجابة طبعا إحنا جبنا الإجابة من الراجب طب الراجب أنا فاكر بولدوسكي ده هو بيغير هيرو هيرو ده كابتن فرقة هاني سامر ماتشو ده اللي هو ألفين واحد وهيرو ما خرجش من النص المرعب عندنا زي ما في الأستاذ الكهيرة لأ خرج من بره خلت بالك وتلع على الأوضة في الأستاذ الكهيرة فذكرياتنا مع ريال مدريد وكان فيه جرقة على فكرة أنا كان من حظ أن أنا كنت في الجهاز الفني كان مستر مانو الجوزي مختار وحسام وحسام وإحمد ناك لا لا ما أنا عارف طبعا أنا عارف طبعا أنت جيت 2003 أنا جيت بعديك أه لا يعني الحب في الجهاز ده أنا كنت مساعد في الجهاز طبعا كان إبهار يعني أنك أنت بتلاعب ريال مدريد وشاف زيدان في الملعب وبيجو وهيرو كان كابتن فرقة وروبورتو كارلوس وروبورتو كارلوس كان أسام جامدة جدا بس هم أدوم الهرم الصبح يوم أهو لأ لما تلعب بدون ضغوط عليك وزي ما احنا بنقول نظبوط فيه فرق الناس لازم تفهم دي فيه فرق بما أنا هلعب وهكافح وهموت نفسي وهعمل أحسن ما عندي أن أنا أكسب بالمباراة أنا مش رأي عشان أتغلب المباراة وفيه فرق أن أنت بتعرف قيمة كل فرقة أنت بتكلم متلعب بريل مدريد واحد من أعظم الفرق في العالم إذا ما كانش هو الأعظم يعني إيه بقى فربنا يسأل إن شاء الله ونقدر نعمل مباراة كويسة ودي المهمة ما نبقاش خايفين ولا ألقانين للخوف نقطة الخوف اللي يمكن لاحزناها في مباراة باير ميونيك خاصة في الشوت الأولانية الشوت الثاني بدأنا نسبيا خلاص القلق راح فإحنا عايزين برضو رسالة للعبتنا يعني احترم المنافس وبتلعب ريال مدريد ولكن ما تخافش طبعا قدم كل اللي عندك من غير ما تخاف طبعا وكلنا هاني وجهنا سواء في المنتخب أولاندية أنت طبعا كنا في كاس العالم هولندا هولندا وإنجلترا وإيرلندا بتلعب أنت طبعا احترفت على المستوى الأوروبي والمستوى العالمي وإحنا لعبنا كتير قدام سواء أولاندية أو منتخبات أوروبية لازم تلعب بدون خوف بشخصيتك يعني بشخصيتك يعني المغرب شفناها عملت تاريخ كبير السعودية قدت بشكل كويس اليابان قدت بشكل كويس فالمهم أنك أنت ما تبقاش الأن ولا متوتر ما عندكش ما تخسره انت بتلعب فرقة كبيرة قوي ما عندكش ما تخسره فطلع عسل ما عندك حاول على قد ما تقدر أنك طلع عسل ما عندك بعدين أنا ما عليش ضغوط الضغوط كلها على ريال مدريد مزبوط يعني أنا لو حلع بالماتش ده ده أنا هاخد الكرة وأخد واحد واثنين وباصي واستلم تاني وأعمل الطويلة أنا ما عليش هيدغوط أنا كل عليا أن أنا هانتر بسطاد بحاول أبقى موجود جوا الجيم وعامل حالة للجماهير العربية كلها اللي هتبقى موجود لأن الناس كلها هتفرج على ريال مدريد في المباراة دي فهتلاقي الستاد ده كله أتليست تلتينه معاك أتليست أنت كل حركة بتعملها في الملعب أو باص أو حاجة أفكتف أو الأدام أو كرة بتتشاط أو 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 هدف هتلاقي ديني مولعها وفي نفس الوقت الضغوط كلها أسما مش عليه نحن الضغوط كلها على ريال مدريد فإحنا هنبقى أسكية ونستغل السرعة بتاعتهم اللي حدين ينهو بيها الماتش يبقى عندنا إقاع كويس جدا وبنستلم الكرة صحة وما فيش حد ما فيش أي قلق بالنسبة لنا حصل الشكل الطبيعي ودي فرقة جامدة عليها جدا أهر لك وكويس إن احنا في المجلوب ونفكر في المدالية بعد كذا كمان بالنسبة كمان المدالية كابت الإسلام إن شاء الله بإذن الله يعني نقدم مباراة كويسة ولو ربنا رايد نوصل مباراة نهية لو ربنا مردش إنت كمان عندك مباراة صعبة جدا أيا نكلم منافس صبعا سوال إلا إلا أو فلمينجو فكمان دوت ده كمان يعني مش عايزين نفكر فيه بدري لكن المشوار صعب طيب لو كنا لو كنا بينا إسلام فلمينجو كان عندنا تشونس أحسن من ريال مدريد ما فيش حاجة اسمها تشونس أحسن أنا وجهة نازلة أبتلعب في كسر العالم هو ماتش الهيال السعودي على المدالية لو كدر لا إحنا ما كسبناه هو ماتش وانت اللعب تلهي الهيال السعودي وانت سكوادك 14 لعيب صحيح وكسبت أربعة وكسبت أربعة ومحدش كان يتوقع هذه المباراة عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المواجهة الكبيرة والعظيمة والتاريخية ما بين النادي الأهلي ورية المدريد ونرجع نكمل مع حضراتكم في مباراة تحت عنوان للكبار فقط يتحفز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكتابة سطر جديد في مشواره الكروي المرصع بالإنجازات حينما يواجه نظيره ريال مدريد الإسباني وتأتي المباراة بين بطل القرن في إفريقيا النادي الأهلي ونظيره ريال مدريد نادي القرن العالمي وبطل أوروبا ضمن منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالمي للأندية في المغرب وأبهر الأهل العالم في النسخة الحالية من مونديال الأندية بعدما ضرب بقوة من بداية مشواره في البطولة العالمية للكبار حيث افترس أوكلاند سيتي بطل قارة أوكيانوسيا بثلاثية نظيفة ثم تغلب على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف قاتل من بطل القاضية ممكن محمد مجدي أفشا ويختتم الأهلي غدا استعداداته لمباراة بطل أوروبا بتدريب رئيسي يحرص خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس بعدما درسه جيدا في الأيام القليلة الماضية كما يعقد الثعلب السويسري المخضرم كولر محاضرة عقب الميران مع اللاعبين لشرح التكليفات ومهام كل لاعب خلال المباراة وحرص الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة في المغرب على الجلوس في جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة أعرب لهم عن فخره الشديد بما قدموه حتى الآن في البطولة وشدد على ثقته الكبيرة في إمكانياتهم وفي قدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد تليقوا باسم النادي الأهلي وتاريخه العريق الأهلي وريال مدريد مواجهة كبيرة بين عملاقين في عالم الساحرة المستديرة تحمل بين طياتها تاريخا كبيرا وزخما من الألقاب والبطولات وجماهيرا في مختلف أنحاء المعمورة ونجوما لطالما أمتع الملايين وارتجت بالهتاف لهم المدرجات تاريخ كبير للنادي الأهلي في كاسة عالم أندية إن شاء الله كمان يعني يكمل هذا التاريخ إن شاء الله بمدليا إن شاء الله كلنا نطمع في مباراة النهائية ولكن طبق مباراة ريال مدريد أمام النادي الأهلي هي بطولة بحد ذاته كابتن أسامة خلينا كنا بنتكلم والتقرير شغال عن بعض النواحي الفنية اللي يقدر يعملها النادي الأهلي لتقليل خطورة الريال شايف شايف يعني وجهة نظرك إيه في الجزئية دي تاكتيكيا النادي الأهلي يشتغل إزاي يعني أنا قبل طريقة اللعب يعني هي فيه مثلا وجهة نظر ويمكن كابتشير باي تكلم عليها إنه نلعب بتلاتة في العمق بس أنا شايف إن الرجل ده بالذات ما بيلعبش كده خالص يعني في كل مبارياته اللي لعبها ولا مباراة لعب بتلاتة في العمق ميستر كول تلاتة في خط الدفاع تقصد آه تلاتة في الضهر في قلب الدل هي فكرة هي فكرة يعني ممكن يلعب خمسة أربعة واحد ماشي بس هو ملعباش قوي فأنا مش عايز أصدر القلق قوي من أول المباراة دي وجهت نظري فهي لعب عادي أربعة ثلاثة ثلاثة زي ما هو لعب في المطشرة الأخيرة وإن كان هو بيدي مهام مختلفة لحمد فتحي في الناحية الهجومية بيلعب كأنه في مركز أفشل اللي هو عشرة لأنه بيتقدم على طول سواء مع السولية لا كان بيتقدم على طول قدام مع شريف أو مع كهرباء فأنا في المطشرة ده لا هتلعب بالسلاسي لا السلاسي واحد ارتكاز اللي هو آه 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 أليو ديانج ويمينو حمدي وشمالو السولية يبقى هم التلاتة فعلا كده لكن مش بالأسلوب اللي لعبنا بيبن واتشين اللي فاته في أوكلند وفي سياتل إن حمدي بيطلع للأمام قوي إنه يضغط إنك بتلاعب فرقة كبيرة فرقة عندها أجنحة عالية جدا زي جونيور فينيسيوس زي فينسيو في نص الملاب عندهم لعيبة جمدة فعندهم البكين أصلا سواء كاربخال أو كمامين جاعب وقتلاقيهم زي دي فلازم تقفل الأجنب كويس فهو كان بيلعب بس بالأسلوب هو شكلا هم تلاتة بس كان حمدي بيبقى متقدم قوي يعني أقرب لها كانت كده بس هو لما بتسمع اسم حمدي والسولية وديانج متخيلين للمهام واحدة في الماتشين اللي فاته لأ حمدي فاتح واخد مهام تشبه مهام أفشى لما بيلعب في مركز عشرة لكن الماتش ده لا محتاج أن التلاتة يلعبوا فعلا كسلاسة في وسط الملعب عشان يحموا أو يقللوا المساحات شوية على هاني وعلى يقفلوا المساحات مع هاني وعالي أنه مبقاش فيه اختراقات بسهولة جدا في الأجناب يعني لأنه عندهم سرعات كبيرة وعندهم طبعا تكتكوهم عالي دي بس اللي أنا يعني شايفها بالنسبة للسلاسة الأمامي يعني هو يمكن عمل حاجتين مرة الرعب بالسلاسة اللي هو حسين وشريف وأحمد عبدالقادر والماتش التاني غيرت ثلاثة مرة واحدة ولعب ب برستاء وقاربا وطار محمد طار فهو الأجهز والأحسن در حالي أنا وجهة نظري حسين شريف أفكر بقى في التالت اللي هو يعني أنت بالنسبة لك حسين الشحات ناهي تليمين ومحمد شريف راس حربة ويبص بقى في الجلح تالت أبتدأ أفكر هل أنا عايز ألاعب طاهر هل أنا بقى برستاو هل أنا عايز عبدالقادر عبدالقادر هل أنا لعب أفشى بالمهام دي ويخش للعمخ شوية بس طبعا دي أصعب ممكن أفشى يبقى في الشوت التاني لكن أنا أقصد ما يبقاش التغييرات كتيرة دي وجهة نظر الشخصية في المباراة دي لكن هي المهم أن وسط الملعب يبقى يعني متأفل كويس قوي وعمل حماية للبكين عشان ما يبقاش مخترقين سواء من السلسل اللي أنا قلت عليهم اللي هو حمدي والسلية وديانج معهم ما يبقى حسين الشحات ومعهم بقى التال الخامس اللي هو أي أن كان مين هو يختاره أو وجهة طبعا من كلامك لكابتن الشريف عملية هم متميزين جدا بالأطراف يعني بتتكلم على كما فينجا بتتكلم على فنيسي بتتكلم حتى بالفيرد يلعب جناح وورا كربا خالفة دي مشكلة بتقابل البكين إذا كان بكي مين أو بكش مال يعني هاني ومعلول ولكن بتتحل بالأجناب أو بالأجنحة بتاعتنا طيب ناحية اللي مين هل حسين الشحات قادر على أن واحد دفاعية أن يكون فيه جبهة دفاعية بالكلم دفاعيا قادر دفاعيا أن يساعد محمد هاني في الجزئة دي طيب والنحية الثانية عندنا عالم معلول الأقدر دفاعيا هل يكون طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر ويمكن كابتن أسامة قال برسي تاو بس برسي تاو يعني بيمين ناحية القدرة الدفاعية الأفضل في جناحي النادي الآلي مع طاهر محمد طاهر ولا مع عبدالقادر ده هو طاهر طبعا في الراحية البدانية والدفاعية كويس أنا بس كان عندي شكل كده الأهلي بيعمل إيه الفترة اللي فات دي كله كان ساعات الأهلي قبل ما يكتمل دخل مرة في مبارات الزمالك على المطاق الخليل على الفتاح دخلوا جوه بيلعب أو رمي ربيعة مثلا موجود وفي عندنا رجع متولي وعبد المنعم المطش ده زي ما انتم بتقولوا كده أجناب وعمق وكل حاجة أنا لازم أعمل زي ما يوركا يعني بيقى خمسة أورة يعني اه لازم خمسة تلاتة ما يوركا زي هقول وخرجوا الفرق الراس الحربة لبر عشان يستلم دل بوسكي كان بيقول إنه واحدة من أحلى المبارات اللي عملها ريال مدري ها وحلي بال حاولوا بس التانين على فكرة على فكرة سيطرتهم كانت أكتر من سبعين في الماء على المتش وضعوا ضرب الجزاء بس هو يسيطروا بس الفرقة ما يوركا زي هايتهم وقفين عمليلهم عدم إنك تلعب وان تو سبيس مش عاملين سبيس ليه خالص الشوت كان الشوت يا اسلام كان من تلاتين يارضة ردريجو كان بيشوت من تلاتين يارضة بسيطروا بسيطروا تلاتين يارضة لان التانين عاملين لو حد عدى فينسيو سزامتا في ستوبر رايح له لوحده عشان يقفل الحتة دي كان التاني بيعدي برضو لا مش كانش بيعديش بيعدي عارف النقطة الأهم هي كابتن إن يمكن جالهم فرصتين أحرزوا هدف وده مهم جدا مين آه طبعا مايورك مايورك اللي جاب الجول الباقي وناتش هو ما لها شخصاته اشترك والتاتش يجي فعمل كيرف خلق كرة جوا جول لأ وجالهم كرة تانية كانوا ممكن يجيبوها جول دي النقطة اللي بتكلم عليها إن في الماتشات الكبيرة ديت مش هجيب لك فرص كتير يعني مش هجيب ستة سبعة فرص في بلادي ما عندك اللي هو يقدر يعمل لك بتاع الدفاع وبتاع الهجوم أنا شايف ان ثلاثة خمسة اتنين دي اللي هو ثلاثة في العمك وطرفين عندك وثلاثة قدامهم واثنين في عمك الهجوم عندك بيستقبلوا أي حاجة جاي موجود عندك حسين شحات وعندك طهر محمد طهر حسب ميستر كولر شايف أجهزية بيرستاو شايفه كويس الماتش اللي فات لازم يبقى عندي ثقة في اللعيب بتاعي أنا عايز مهام معينة عايز مهام دفاعية وعايز مهام هجومية بس مش هلعب على طول أنا في تسعين دقيقة دفاعية طب اتعدلت في تسعين دقيقة عندي نص ساعة كمان مش هافظة لالعب لغاية لما وصل دربات جزاء أنا ألعب دربات جزاء ووصل دربات جزاء لما أجيب جول لما يبقى له يجود في الملعب أو أكثر فلازم يبقى عندك نوعية اللعب اللي حتبتري لتسعين دقيقة هتاخد منه خمسين دقيقة هتاخد منه ستين دقيقة وفي البديل الجايد اللي بيخش دايما دخل الأفشة وعمل حالة الربط ومسك كرة الحقيقة لعيب كرة كويس قوي يعني ما قدرش يشتغن عنه كمان هي الحكاية مش هتوبها دفاعية بس اللي هي حاجة في التورطايا بتاعت بكر لازم التورطايا دي أنا قطع فيها كمان كابتن قسامة يعني شفنا كولر يتعامل مع المباراة اللي فاتت بسيناريو معين ومقسم المباراة بشكل معين ايه السيناريو اللي ممكن يكون جيد جدا لصالح النادي اللي يمشي به مارسل كولر خلال المباراة يعني يقسم للمباراة كده تمشي ازاي على الشكل الدفاعي والشكل اللجومي وعلى كمان دقة الاحتياط اللي أنا كمان طبعا اعتقدت لها عامل كبير جدا في الفوز المباراة اللي فاتت والماتشي الجاي هيبقى لها عامل اكتر كمان نعم مفيش شك ان بتلعب مستوى ريال مدريد غير مستوى اوكلاند سيتي وسياتل مفيش شك في كده فانا في ماتشي اوكلاند وسياتل يعني حتى وإحنا في الستوديو كنت بقول لازم الاهل يلعب بأسلوب اللي هو بيضغط من قدامه لانه امكانياتهم الفنية مش اعلى منك وانت افضل وعندك قدرات احسن منهم اخر نص ساعة لكن مع ريال مدريد الوضع يبقى فيه اختلاف شوية مش هقدر انا من اول الماتشي انا اللي هعد اضغط على ريال مدريد فالطبيعي اني لازم ابقى مؤمن شوية مش دروني تلعب على اخر تلاتين من ديار وانا ليه مبدأش العكس يعني انا المتوقع ايه وكان له انشلوتي هو عاد بيتفرج وبيشوف يقولك الاهلي حيلعب من نصف ملعبه يعني ده اللي هو المنطق بيقول ان احنا نعمل كده طيب انا كمدير فني مارسيل كولر ليه ما اعملش العكس ليه يعني تخيل انت مثلا الناد الاهلي ضغط على ريال مدريد من قدام اول خمس تلات اربع خمس دقائق عشان رد فعل ريال مدريد غير سياتل غير اه غير الفرقة التانية هي بتبقى مجرد رسالة اه اه انا بس احدث عندهم كواليتي عندهم اسرع العيبة اسرع عندهم احساس بالوجود في الملعب النهاردة لازم اكسب دي برضو رغبة الفوز دي لازم انا قابلها اه بهدوء اكتر من كده انما انا ممكن اه بعمل جس نبض زي ما اسلام بيقول اه جس نبضه برضو ليه لا اول عشر دقائق اول عشر دقائق اول خمس ست دقائق وكابتن اسلام اه يعني فيه فرق بين جس نبض وفيه فرق بين يبقى اسلوب لانه العقاب من ريال مدريد غير من اوكلند وغير يعني المساحات الفرق اللي بتلعب من هنا مفتوح ما تقدرش يعني انت حتى الفرق اللي بتلعبها هنا اقل منك فنيا في الدوري ما تقدرش تضغط عليهم طول التسعين دقيقة حتى دي ما تقدرش ده مش اسلوب اسلام الكرة التانية بس انا اقصد ايه انك يبقى عندك تقدر استمرارية في الضغط من غير ما يبقى عندك قلق كبير انه اخطائك او لو انت وقعت في مساحات اتفتحت او كده ان هم يستغلوها بشكل فعال هي الفكرة مع فرق زي الريال مدريد او هي الفرق المستويات دي لو انت عملت الاسلوب ده فترة ممكن نص ملعبك وورا تتفتح عندهم واحد زي جونيور فينسل جونيور زي زي سينسو استغلالهم للاخطاء او المساحات لما تتفتح هتبقى اكتر فلازم غصبا عنك مش بقول طبعا انك انت بقى خايف وتلعب على يعني لا انت ممكن تلعب بس تلعب تلعب مثلا بتبقى مهدي الرتم شوي يعني وتقدر تستغل ضربات سبتة تقدر تستغل اللعب في حاجات معينة انا عندي تشانس كبير او في ضربات السبتة لو عندي كورنر عندك كذا العيب بيطلع احنا ماتش الهلال السعودي احنا ترجمنا اللي ماتش الهلال السعودي في ضربات سبتة اطلع ياسر ابراهيم او حاجة زي كده فانت عندك عندك امكانيات من ضربات سبتة من اي شيء تاني من تصويب بس المهم ان انت تبقى يعني فرقيتك كلها مش مفتول يعني مش اللاين فيروت في حتة ونص ملعب بيستنى فرق ريال ماردي تيجيله انت لازم لعبتك تبقى هي الحاكم على نفسها في الاداء اللي انت شافه والكورة التانية نحاول دايمن نفسدها ونحاول دايمن تبقى بتاعتنا لان لو هي على طول انت ضغط عليها انا على طول ضغط عليها ضغط عليها حيزفر عن اهداف لازم عن اخطاء انت هتزهق من كتر الدفاع مكنش انه عندك سرعات قدام وتشدك وانا لو معمل لونج باس الاقي واحد سريع قدام هم دول اللي انت بتختارهم قدام يا اسلام اتنين سرعات لولك الملعب من هنا لنا حتى لعبتك تاخد نفس هنا طب هنا فيه سؤال برضو فاني شوية من الحاجات اللي لازم تبقى موجودة انك على القالة تعمل فترة من الفترات المباراة استحواز لانت مش هتجري مش هتجري ورق فافشة فالسؤال اللي هيجي دلوقتي طيب الدور اللي هيقوم بيه افشة هيكون امتى لان احنا لو بنتكلم على ثلاثة في نصف الملعب مش هكون موجود افشة بنتكلم على اسرولية وديونج ونتكلم على حمد فتح طيب الادوار المفروض في الوقت من المباراة انك تعمل فيها استحواز مين اللي هيقدر يقوم بالعملية دا 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 مين اللي هيقدر يقوم بعملية ان انت فاطم اللي هو قات بتمسك كرة وتعمل عملية الاستحواز ما هو في عدم موجود افشة هو مفروض السلية ومفروض حمدي فتحي لان هم يعني زي ما قلنا يمكن الراجل كان في ماتشين اللي فاتوا بيلعب بالدينج هو الارتكاز وشكلا سلية شماله وحمدي يمينه بس حمدي كان بياخد مهام لقدام قوي يعني ما كانش ودي انا يعني حمدي لما بيجي من تحت القدام بيبقى اخطر غير لما بيعلق قدام انا معاك يعني فهي النقطة مميزة بيطلع الطرف مميز لكن الوقت اللي انا عايز امسك فيه كرة من غير مخصص اللي عليه اخطر واحد محمد هاني محمد هاني دا العيد الوحيد اللي يقدر يبعثك الناحية التانية وفي نفس الوقت بيلعب عليه واحد خد الكرة ماتش بتاع فالينسيا من قبل نص ملعب وراح جاب جول فينسيوس خدع اسلام الكرة من قبل نص الملعب وراح قاطم بالباق وفضل رايح لغاية الاتنين استوبر مش هاي فين يجيبوه لغاية تما راح ملعب بطن الرجل في الجول فده العيد سريع جدا وانت عندك محمد هاني دا احد الناس اللي هي لازم توصلك الناحية دي اذا كان مع اسلام مع حسين او مع طاهر او مستاو اللي هيشوفه طبعا مصر فانت عندك حالتين انك انت تنسى خالص ان انت بتلعب ريال مدريد وتنسى فينسيوس وتنسى وتلعب كورتك حسب الجيمة اللي هيحصل في وتلعب انت كورتك العادية تباص سليم تطلع نفسك من الرهبة وتطلع نفسك وتحط الروح بتاعتك ان انت عايز يبقى لك وجود اليوم دا غير كده احنا بنلاع فرقة جامدة جدا سكوات جامدة جدا اللي عاديين برا زي اللي عاديين جوه احنا اللي موجودين زي اللي مش موجودين بنزيمة بنزيمة دخل اهلا بيه كورتوة موجود جون التاني برضو عشرة العشرة كلهم ديا بعد معاهم انشلوتي من اعظم المدربين اللي انا بحباب في العالم كله انت لازم تلعب كورتك انت بس بس من غير ميس باص هتبقى الموضوع اقل الموضوع وسرعته صعب عشان كده بقول ايه لازم عندي تلاتة في العمك انقذ اللعيبة بتاعتي كمان يعني انا ما سيبش تلاتة على اتنين عندي لا يجي تلاتة يلاقي تلاتة اربعة موجودين عاملين له تجيء في المساحات ممكن خلال الماتش تعمل كده ان ممكن حمدي فاتح ارجاع تلعب تقريبا بخمس هورا وممكن على فكرة حمدي فاتح ان لعبوا ايه راس حربة قدام ولا هنالك لا لا بص خلي بالك لا انا اقصد ان حمدي واحد كل الاضح لا هو خلي بالك مع ميستر كولر غير له في المهام بتاعته يعني حمدي حتى مع المداربين السابقين كان لما يلعب الارتكاز اللي هو كان بيحطه قدام المدافعين او لبرو لما كان بيلعب او مش لبرو يعني ثلاثة على خط واحد كان بيلعب حمدي او اللي قدام وكان بيلعب السولية وديانج لما بيلعبوا ثلاثة هم اللي شمالوا يمين لا مع ميستر كولر ما اعتقدش انا بقولك على تفكير ميستر كولر ما اعتقدش هيفكر فيه ما عملهاش قبل كده وبالعكس ده بياخد حمدي بالمناطق اللي قدام مع المفاجآت اللي بيعمل هنال مثلا ان هو يلعب الثلاثة دول المرة دي وبعدين يلعب الثلاثة دول المرة الجاية وبعدين يلعب شريف عبما مثلا يعني فهو دايما بيعمل مفاجآت هل من الممكن ان نرى مفاجآت بس انا عايز قولك حاجة اسلام هل انا هلعب الثلاثة دول ككميات جاري وكده في ماتش اوكلاند وماتش سياتل وهاجه في ماتش ريال مادريل هروح مثلا مطلع واحد فيهم ما هي هتبقى لازم ما اعتقدش خاصة لو لعب اربعة يعني امكان لو زي ما كابتن شريف بيقول يلعب خمسة بسعيتها بقى كابتن هاني اللي هو يرجع حمدي مش هيزوت حد مش هحط حد من بره ولا هيشيل حد بالعكس تحيلعب حمدي فتحي لعبه فلس الاتنين ممكن بس دي هتبقى هي العملية ما عملهاش قبل كده مش معا الشكل ما بيبقانش بتلعبش خمسة انت في حالة وانت بتبني الهجمة انك بيتطلع محمد هاني ويتطلع علي معلول ويبقى في حمدي فتحي بينزل السلم والسرد باكن بيفتحه هو احسن واحد يعملها هو حمدي فتحي لانه عملها قبل كده بس هي الفكرة اللي انا قلتلك عليها هل مستر كولر عنده الإحساس بحمدي في المكان ده وإنه يستخدمه كده ولا لا؟ هي دي النقطة عشان كده أنا أقولك مش متخيل أنه هيعملها بس الله أعلم ممكن يكون لو لعب تالتها يحط حد تاني يحط رامي مثلا يحط ياسر يبقوا مع محمود وعبد المنعم أنا أتكلم على أنه هو ما جربهاش مع حمدي قبل كده يعني هو كان فكره أن حمدي عنده قدرة هجومية كمان أفضل شوية طيب كابتن شريف أخيرا توقعتك لهذه المباراة هنكسب إن شاء الله ماشي ما قدرش أقول غير كده لا تمنياتك وتوقعاتك تمنياتك وتوقعاتك ولا تمنياتك فقط لا 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 إن شاء الله الأهلي أنا أحس في البطولة دي حيكون لي حظ أوفر إن شاء الله وبإذن الله ممكن نكسب اثنين واحد أو واحد سفر يعني إن شاء الله يا رب ما قدرش أتخيل غير كده لما نشوف الواقع بقى أنا بنتكلم بعدين كابتن أسان إن شاء الله نعمل مطش كبير قوي ودي رقم واحد عندي يعني إن إحنا نعمل مطش كبير قوي وشكلنا يبقى جميل وشكلنا بتاع بس يعني النتيجة مش هقدر أقول الأهلي يكسب ولكن أنا بقول ممكن ريال مدريد بنسبة 60% أو 70% والنادي الأهلي بنسبة 30% أو يا رب نشوف اللي حيحصل إحنا كلها تمانية ونروح ساعة إن شاء الله ونشوف المباراة ونشوف اللي حيحصل ومواجهة نادي القرن الإفريقي أمام نادي القرن في أوروبا إن شاء الله الأهلي ورية المدريدي يوم اللي أربع ساعة 9 مساء شكرا جزيلا أنا كابتن شريف على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا كابتن شريف على وجودك معنا توفيق رب طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل محمود شاكر وإسلام محمد في ضيافة الأهلي في المنبيل في الجزء الأخير من هذه الحالة أهلا بحضراتكم مرة تانية آخر فقراتنا النهاردة في الأهلي في المنديال اتنين من القادر يديين ومحلل القرى العالمية بنتشرب بوجوده من النهاردة معنا معنا طبعا محمود شاكر بنرحب بيك محمود أنا البرحب بيك كابتن هاني وسعيدنا أنا كنت متواجد معك النهاردة في الستوديو وكونوا عطول في المحترف ولكن النهاردة والله إنت كمان كابتن هاني نحن في المحترف برضي كل احتراف دلوقتي وسعيدنا طبعا تاني مرة وموجود معك كابتن إسلام أكيد طبعا إسلام محمد طبعا بنرحب بيك في طبعا حلقة كمان للتاريخ كل حلقاتنا للأهلي في المنديال حلقات للتاريخ طبعا إحنا وجودنا هنا للتاريخ وجودنا طبعا قدام كيما كبيرة بحجم الكابتن هاني رمزي والكابتن إسلام الشاطر مبسوط أننا موجود في قناتنا جين العظيم طبعا وبيتنا كلنا البيت الكبير يعني إحنا النهاردة في الأهلي في المنديال ولكن هو بيتنا الكبير مبسوط أننا موجود معي كمان موجود مع الشريف كمان النهاردة المحترف في البيت الكبير في الأهلي في المونديلز في ريال مدريد في كل حاجة في العملية الحمد لله يعني خليني أبدأ معاك أشكر برضو كلام مهم جدا فيما يخص هذه المباراة وتحديدا لما تيجي تتكلم دايما عن ريال مدريد بتتكلم عن واحد من أهم أو أهم فريق في العالم الحقيقة على مستوى البطولات وعلى مستوى الإنجازات في آخر بطولة دورة أبطال أوروبا لما ريال مدريد فاز الناس كلها قالت لك إيه؟ هو في وسط البطولة كده قال لك ما فيش حد حيكسب ريال مدريد استحالة يكسب هذه البطولة لكن في نهاية البطولة ريال مدريد استطاع نفوس أكيدة كابتن إسلام يعني هقول لحدك على حاجة هي بطولة من أهم البطولات اللي في تاريخ النادي الأهلي واحدة من أهم المباراة في تاريخ النادي الأهلي أنا هكلم حدك على جانب المعناول الأول مش بس للنادي الأهلي ولكن للعيبة النادي الأهلي اللي هتكون مشاركة مش عشان خاطر أنت هتلعب قدام بطل أوروبا أنت لعبت قدام بطل أوروبا قدام بايرم يونيخ من سنتين ولكن أنت بتلاعب النهاردة ريال مدريد البطل الأعظم والأكبر والأقوى في تاريخ كرة القدم اللي هو ريال مدريد هو أكتر فريق محقق ألقاب قرية في العالم كله ودي أول مباراة رسمية للنادي الأهلي معاها شوفنا طبعا مباراة دي فدي أول مباراة رسمية للنادي الأهلي معاها المباراة ليها أبعاد كتيرة جدا جدا لو هنتكلم على الأبعاد المعنوية لازم اللعيبة تبعارفة كويس جدا أن أنت من نادي الأهلي مطالب أنه يكسب أي مباراة حتى لو هتلعب ريال مدريد ولكن خلينا نكون وقعين عشان في نغمة جمدة شوية جدا كابتن إسلام من ساعة الإصابات بدأت تطلع أن المطش ممكن يكون في المتناول أو 50-50 يبقى ريال مدريد وهو ريال مدريد وأخذ من كلام الكابتن إسلام أنا مش مع هذا الموضوع تماما أنا النادي الأهلي أول سيظل اسم النادي الأهلي طبعا أي حاجة ولكن في النهاية ولكن يا كابتن إسلام مش عاوز الضغطات لما تزيد قوي قوي على العيبة يعني يا كابتن إسلام إحنا لحد دلوقتي بنتغنى بأمورات مصر النادي الأهلي وإنترناسيونال اللي كانت موجودة في كاس عالم الأندية 2006 خصلنا 2-1 مباراة كانت رائعة بنتغنى مباراة لأهلي وبارم من أخر كانت مقامة في قطر اللي خصلنا في آخر دي أمشي في كرامي غلط في الجون اللي جي في الآخر فأهم حاجة لعيبة النادي الأهلي لازم تبقى عارفة إن إحنا كلنا في ظهرهم أي أن كانت هتنزل تلعبك وتلعب أصولك ولكن على الجانب الفني مارسل كولر قدام أزمة حقيقية في طريقة اللعب اللي يلعب بيها قدام ريال مدريد كلنا عارفين النادي الأهلي بيلعب طريقة 4-3-3 المؤخرا بعد ما كان بيبتدي 4-2-3-1 ثبتها 4-3-3 النادي الأهلي بينزل يفرد أسلوبه زيادة العددية زيادة نص الملعب من حمدي فتحي ومن عمر السلية وقال يجان جاول بنزل يعمل البلد اوب من تحته بتطير أحد زهيرين الجنب وواحد من نص الملعب بينزل يغطي مكانه ولكن الرتم ده عالي جدا جدا وإنت بتلعب بضغط عالي وكبير جدا طبعا مع اختلاف المستويات ومع اختلاف الفرق أنت هتلعب بريال مدريد هيبقى عندك رزق كبير جدا لو أنت هتلعب بنفس الطريقة هل مرسل كولر ممكن يلعب بالتلاتة ويغير طريقة اللعب ويبقى بخمسة وراء ولا ممكن مرسل كولر يحط التلاتة في نص الملعب دفاعين مش هلا فيه موضوع خمسة وراء يعني أنا برضه أنا الحقيقة هاخد من كلام كابتن هاني من يومين أو يعني في بداية هذا السبت السبت تقريبا لما تكلمت عن الاستمتاع في المباراة أنا وجهة نظري أن أي حد هيلعب هذه المباراة يجب أن يستمتع الأول يستمتع مش يستهتر فيه فرق كبير جدا جدا ما بين الاستمتاع والاستهتار استمتع يعني ما يبقاش علي ضغط كبير لكن أن أنا بلاعب ريال مدريد آه ريال مدريد الأقرب للفوز وقعيا ومنطقيا وكل شيء ولكن أنا ندي الأهلي ولكن أنا النادي الأهلي ويا كابتن النادي الأهلي طول ما جمهور النادي الأهلي عايش بيفضل طموحات أحلامه بتنجدد أنا بعد ما كنت من حولي 15 سنة أول ما روحنا كاسا على المدريد كنا بنطمح نروح كاسا على المدريد دلوقتي الثالث سيمي فينال على التوالي طيب أنا ليه ما ألعبش على الزهبية طموحات مشروعة والأحلام مشروعة وقلنا الكلام ده أنت من حقك تحلم من حقك تقول وما حدش يحجر على حلم آه حلمنا أنه ناخد الزهبية ده حلم أكيد أكبر ولكن نتكلم على اللوزيك والطبيعي الواقعية الواقعية مهمة جدا الخوف من المنافس غير مطلوب احترام من المنافس مطلوب وخلي بالك دايما تفصيل الديتيلز الصغيرة بتسبب مشاكل أكيد وقصة كابتل أعرج على المباراة الرجاء وريال مدريد في كاس العالم 99 3-2 ورجاء كان عامل مباراة كان سجال كبير جدا بين ريال مدريد وبين الرجاء البيضاء النادي الأهلي ظروف المراضي مختلفة أنت ملعبت بايريوم يونيك كان فولس كوات أنت النهاردة هتلعب ريال مدريد وهو بينتقص منه أهم عناصر موجودة عنه وفي نفس الكلام برضو مع تقدم الشسين بتاع مودريتش وكروس ونص الملعب وكتبت بكلم مع هدك كتير في المشاكل اللي كانت عند ريال مدريد بسبب نص الملعب درجة أن ما فيش باكليفت بتلعب واحد زي كما فينجا واحد من الأفضل ديسترويرز موجودين في العالم بتلعبوا باكليفت عشان خاطر ما عندك شوالة باكليفت فدي مشاكل عند ريال مدريد مخلية طبعا طبعا احنا الموضوع يقرب شوية الفوارق بدل ما كانت تتبقى كبيرة لا الفوارق أكيد بتقل بنسبة كبيرة جدا في غياب واحد زي بنزيم أفضل لعب في العالم وغياب ما فيش مندي باكليفت وكورتوا يعني كورتوا عقق ليفر بول السنة اللي فات في الفاينل وأعاوز أتكلم على كابتل إسلام بيتكلم عن نقطة ريال مدريد ما كانش حد متوقع له كده ريال مدريد كل الكامبيول مباراة منشستر سيتي السنة اللي فاتت ريال مدريد بيرجع باريس تنجيربان أقوى سكوات في العالم ريال مدريد بيرجع كل المباراة ريال مدريد بيرجع لا تأمن له جينات ريال مدريد شبيهة لجينات النادي الأهلي اللي هو فريق لا تأمن له لحد تسعين دي فمباراة أكيد مش هتكون سهلة وهتكون صعبة جدا وهو اختبار صعب أكيد لمارسل كورر في طريقة اللعب ولكن أنا شايف كابتل الأفضل نادي الأهلي وريال مدريد هي متشابهة ولكن نادي الأهلي بيلعب 4-3-3 ريال مدريد أقرب برضو ل4-3-3 ولكن قد تكون المهام مختلفة كارلو أنشلوتي ومارسل كورر بكرة شايف هذه المباراة ألتك دكاية زي بص يا كابتل إسلام خلينا نقول حاجة مهمة جدا ونأكد على حاجة مهمة اللي وصل له الأهلي لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي هو مش هنقول أعجاز هو إنجاز لو سألتني أنا شخصيا يا كابتن هاني وكابتن إسلام وصول الأهلي للمرحلة دي هي أهم حتى من مباراة ريال مدريد مباراة سايتل اللي فاتت بالنسبة لي أنا كانت أهم من مباراة ريال مدريد لأنها ادتك فرصة أنك تلعب على فرصتين إن احنا إن شاء الله نكسب ريال المدريد ونصل للنهائي أو لقدر الله لو حصل أي إخفاق وده اللي احنا أكيد ما نتمنهوش نلعب أيضا على مدالية البرونزرية لو سألتني أنا شخصيا هقولك إن أنا أتمنى إن احنا نلعب أربعة تلاتة تلاتة نلعب بتلاتة وسط الملعب اللي هم الفلات زي ما هم سواء عمر الصلية أو حمدي أو ديانج سواء عمره ملعب فلات يعني أنا ما بشوفش مثلا مرسيل كولر في مباراة من المباراة بلعب فلات أبدا المباراة دي مباراة خصة جدا يعني خطورة ريال مدريد لو جينا تكلمنا هنتكلم في الأطراف هنتكلم في جونيور وهنتكلم في فينيسيوس فينيسيوس جونيور وهنتكلم أسينسيون ناحاة تانية أعتقد إن الحتتين دول أو الجبايتين دول هما أخطر جبهات وفالفيردي أه وفالفيردي طبعا مولا وفالفيردي لعب صحيح سينسيو ماش هيخدش وسط ملعب أعتقد هتبقى فيها اقتلاف شوية يلعب أربعة أربعة أثنين مثلا خلينا نتكلم في الواقع إنه ممكن يلعب عادي هيلعب فينيسيوس ويلعب النحية التانية سينسيو صحيح كابتن هنلاقي التلاتة في وسط الملعب إحنا عندنا لو لعب التلاتة حمدي فاتحي وديانج وعمر الصلايا هنلاقي إن فيه اتنين دايما بيميله ناحية اليمين وناحية الشمال يا كابتن إسلام هنلاقي دايما دايما عمر الصلايا أوديانج بيميل ناحية علي معلول ودايما حمدي فاتحي هتلاقيه ميل ناحية هاني إحنا عندنا مشكلة في ناحية الأطراف مش عايزين نسيب لهم مساحات قدام يا كابتن هاني لإني أخطر ما في ريال مدريد هي المساحات هي معركة أيضا وسط الملعب من يتحكم في وسط الملعب هو تحكم في زمام الأمور تماما إحنا عندنا سلاسي قوي جدا يعني لو جينا تكلمنا أنا أتمنى أن يأفشى ما يكونش متواجد في بداية المباراة وأتمنى أن السلاسي اللي احنا تكلمنا فيهما كابتن إسلام سواء حمدي أوديانج أو السلاية هم اللي يبدأوا المباراة وعندنا كمان حاجة مهمة جدا وهي حتة اللونجوباس كابتن إسلام أو الكورة الطولية كورة الطولية دي اللي احنا هنقدر نضرب من خلالها وسط ملعب ريال مدريد لو جينا شفنا مباراة مايوركا مبارح معه سعب لما خش على ميوركا أنت بتتكلم في السلاسي اللي بيلع في وسط الملعب لا خلاف عليهم طبعا يلعبوا فلات يلعبوا مسلس معدول بسضبط يعني لكن عندنا نقطة مهمة جدا عندنا الأطراف بتاعتهم واتكلمت مع كابتن شريف وكابتن أسامة أني لازم يكون عندك واحد بيدافع كويس أو قدام علي معلول صحيح هو ده اللي أنا بكلمك فيه كابتنيني عندك كمان رؤية للسلاسي الأمامي وخاصة الوينجز صحيح عم نتكلم على الأجنحة أنت عرفك نعم ما يفرقش يعني ماشي يفرق معي طبعا من اللي هلعب عندنا لكن أنا برضو عايز أبص لريال مدريد أكتر فيما يخصها كابتن هاني الكلمة اللي دايما بتقولها اللي هي بالفيردي وفنيسيوس بالضبط يعني لهم الاتنين دول لعب وفعلا الواحد يمين وواحد شمال صحيح مع اتنين في وسط الملعب واللي هي طريقة اربعة اربعة اتنين غالبا او اربعة اربعة اتنين هي ديها كابتن اسلام هي دي اللي هنتكلم فيها لازم يبقى ريال مدريد دايما بتلاقي الخطوط دايما متقربة من بعض جدا يعني مش هتلاقي خطوط متبعدة كابتن اسلام وكابتن هاني هتلاقهم دايما كتلة واحدة بيطلعوا بالكورة كتلة واحدة لو شفنا مبرح مبارات مايوركا كنت هتلاقي ان الفريقين كلهم يعني شوية كده ويخش جوية 18 خلاص هتلاقي الفريقين كلهم في ظهر مايوركا هتلاقي ريال مدريد ضاغط على مايوركا من وسط ملعبه وهتلاقي تقارب الخطوط بشكل كبير عندنا احنا اهم حاجة يبقى الخطوط ايضا عندنا متقربة كابتن هاني احنا لو سبنا لهم مساحة في الاطراف احنا بنتكلم هنا على نقطة معينة وهي نفالفردي على ناحية اليمين وفينيسيوس ناحية الشمال الاتنين دول بيلعبوا اجنحة طائرة حقية يعني اجنحة اجنحة احنا مش عايزين نسيب لهم مساحة طورة هو انشروتي بيلعب اربعة تلاتة تلاتة في الحالة الدفاعية بتحاول اربعة اربعة اتنين الفريق كله بيرتد بالفردي بيرجع رابع في نص الملعب عشان خطري يبقى اربعة 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 اتنين والاتنين القدام اللي ما بيرتدوش هو ببافيريسي جونيور او بنزيما اللي هيكون مكانه رودريجو تمام؟ وفي الحالة الهجومية برضو نفس الكلام ريال مادريد بيفتح مخطوطه كله هنشوف بالصور وبيفضل اتنين سوبر ستنتر باك اتنين هما موجودين على خط النص الملعب عشان يعمله او يعمله لأي كور مرتد عاوز اكلمها كابتن اسلام او كابتن هاني على طريقة هجوم ريال مادريد دوقتي ريال مادريد لها بمبارح قدام وراء قدام ريال مايوركا مايوركا بيلعب طريقة مختلفة عن نادي الالي مايوركا بيلعب خمسة اربعة واحد هنا دي احدى الكور دي حالات الهجوم بتاعت لا انا عاوز او دي حالات الهجوم بتاعت نادر بص يا كابتن على الزيادة العددية اللي هتلاعب بص يا عندك في الكادر هنا هتلاقي على الشمال اللاعب الاوفر ده كامافينجا في وسطن ملعب فيلفيردي وجامبو سيبايوس وهنا كاربخال وعلى اليمين اسنسيو اللي بيلعب وينجرايت والفروت في النص رودريجو نكمل حالة اللي بعدها ضغط الريال مدريد دايما يا كابتن على طول بتلاقي الاثنين دول قدام 18 اللي هو فالفيردي و سيبايوس اللي مفروض كان بيلعب مكانه توني كروز ولكن سيبايوس عشان يعني بقاله فترة كروز ما بيعتمدش عليه انشلوتي بشكل كبير علشان خاطر السكن بول لما بتنزل على طول بتنزل لعيبة الريال مدريد قدام 18 عشان يدار التزديده من المميزات اللي موجودة يا كابتن يعني جبيرة جدا جدا عند الريال مدريد وهي التزديد من خارج منطقة جزائي مبارح في مباراة الريال ميوروكو شاتين سبع كور في المباراة من خارج منطقة 18 وده بنسبة كبيرة اللي ممكن يحصل في مباراة يوم الأربع لان النادي لاي لعب كومباكت خاصة أسنسيو أسنسيو جايب لك انا بقى كابتن بالحالات ازاي النادي الريال مدريد بيهاجم من الشمال وازاي بيهاجم اليمين نكمل بالحالات نشوف الصورة اللي بعدها ده انا بقولك هنا الكورر تد عاوز أوريك هنا بص يا كابتن من الحاجات المميزة جدا انها عاوز أحط فينيسيس جونيور واحد على واحد علشان مهارته بيقدر يعد من على الناحية الشمال وفينيسيس جونيور يعمل الكورر العرضية بص بقى كابتن الخضع اللي بيعملوها ايه انا دلوقتي هنا عندي في نص الملعب ده بص اللي بينزل ياخد الكورر هنا يا كابتن ده تشاوميني في وسط الملعب بينزل معاه واحد من الاتنين باكات علشان يفضل المساحة نشوف الصورة البعدها وهو بينزل علشان ياخد معاه واحد من باكات بص عشان يفضل المساحة المين فينيسي جونيور كورر بتتلاقي بلي فينيسي جونيور نكمل بالحالة نكمل الفريم اللي بعده فينيسي جونيور بيستلم الكورر عشان يتحط في واحد على واحد وهي دي اللي ريال مدريد عاوزها عشان اقوى اكتر بجابها بيتهاجم بيهاجم منها الريال مدريد بص يا كابتن وأول ما بيعمله الباص على طول بيبدأ يتحرك تاني يخش في المساحة الفاضية نكمل بالحالة فيا كابتن لازم نادي الأهل بكرة ليعمل ثلاثيات على طب حلو انت بتكلم موظف واحد على واحد بالنسبة لطبعا دينيسيو تسعين في الماعدة دي كارسي طبعا ما انت يعني خلي بالك انت ما تقدرش في جمال الأحوال توقف النقطة دي هيجي لك هيجي وقت من الوقات فيه فرصة هتتخلق واحد لكن عشان نقلل من ده عندك جزئين الجزء الأولاني يا إما يبقى عندك تغطية من السردبات حاول طريقة اللعبة كابتن لستة تلاتة واحد ستة تلاتة واحد دي عايزة ارتداد سريع جدا عندك من الأطراف لو نتكلم على طار محمد طار روش حتى مثلا يبقى لازم يرجعوا ومهم جدا محمد طار محمد طار مهم جدا محمد طار مهم جدا مهم جدا يا كابتن في ماتش بكرة اللي هو التيمبو الوركريت بتاعه قوي جدا 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 لعيب غلاوي لعيب قوي جدا بدنيا هيفرق بشكل كبير دفاعيا حسين الشحات برضو متميز انا مش قادر اقولك مين الافضل منهم يلعب ان حسين الشحات في المبارات اللي زايدة اللي يبقى فيها الترانزيشنز والتحولات وفيها مساحات كتيرة جدا اللي بتتضرب وهورك حضرتك برضو بالحالات ونشوف قد ايه ريلا مدريد بيعنده مساحات كبيرة جدا مثلا دي كورة تانية يا كابتن هنا فينيسو جونيور برضو حطوه في واحد على واحد ان كامل فريم اللي بعده بيعدي من الاولان يا كابتن واني كامل برضو وبيزق وبيخدش الثمانتاشر بص يا كابتن الارتداد من لعيبة مايوركا مبارح مايوركا كان بيلعب خمسة اربعة واحد فقوقات كتيرة كان بيتعب بتبقى سبعة كان بيلعب كله على خط واحد بزرطة كان بص فيه ثلاثة دايما موجودين على فينيسو جونيور وقاتلوا اخترته بشكل كبير يبقى من ناحية الشمال يا كابتن بيحاول حد من نص الملعب ياخد من الباك الموجود بتاع الفريق المقابل بياخده ويسحبه البرا علشان خاطر فينيسو سورر يؤديله المساحة ويديله الكرة في بقى طب الكرة لو من ناحية الشمال ريال ما تريده يهاجم ازاي نكمل الحلقة اللي بعدها نشوف الحلقة هنا برضو يا كابتن نفس الكلام برضو ادي انا عاوز اقول له بقى لو احنا بنهاجم عند اسنسيو عاليك لسا بتتكلم على موضوع عشور بلعبش فالفيردي هو تالت نص الملعب ولكن فالفيردي بيقوم بدور بيل انا عارف طبعا انا كدرى بتكلم في ايه ان لا هو ساعات بيلعب ازاي بيلعب اتنين في وسط الملعب وبيلعب فالفيردي وينجي مين واسنسيو قدام لا مفيش اسنسيو بيبقى ايسنسيو ساعات احتياطي وبيبقى او بيبقى اربعة اتنين صريح ويلعب فينيسيو سينجي ليفت بس بيبقى حر بيمتحرك تحت بنزيما وهما الاتنين بيتبادلوا ادوار المهاجم لما بيلعب اربعة اربعة اتنين ده الخطر يعني ده الخطر ان حتة ان انت بتلعب باتنين مفتحين قوي لو بتتكلم على مثلا فالفيردي وبتتكلم على فينيسيو وده اسنسيو واخد دور الشادو سترايكر صحيح ده برضو بالنسبة لك هتبقى فيها مشكلة في وسط الملعب يعني خليني كامل طريقة المبنيدي بيجي ريال مدريد يهاجم على ناحية الشمال عشان استغلال اسنسيو زي ما كابتن اسلام قال دلوقتي كاربخال لقى بالكرة بص كاربخال دخل جوه الملعب لعليه الدايرة ده كاربخال الباك والوينج هو اللي بيطلع لبرة وكاربخال برضو ياخد واحد من نص الملعب وياخد تشتيت الانتباه بتاع الباكليفت علشان خاطر اسنسيو نكمل الفريم اللي بعده اسنسيو يا كابتن بيقطهم لجوه علشان يسدد وهي دي دايما اللي بيلعب عليها ريال مدريد فيه لما بيكون بيهاجم من الناحة اليوم فاحنا دلوقتي عندنا مشكلتين المشكلة الاولانية هي السرعات الكبيرة جدا عند فينيسيو الجونيور في الحتة الشمال وفي نفس الوقت برضو اللي بيقطهم لجوه اسنسيو عشان يلعب بشماله والتزديدات اللي بيميميز بها جدا جدا ودي وحاجة تالتة كابتن مهمة جدا وهي التزديد من خارج منطقة الجزاء زي ما تكلمنا دي نقطة مهمة جدا الحاجة الرابعة والأخيرة ودي أكبر بردو من نقاط القوة عن ريال مدريد وهي الدربات الركنية ريال مدريد ما عندهوش نمط واحد في الدربات الركنية ريال مدريد دايما بيلعب على تلت كورا يلا بيلعب على قريبة يلا بيلعب بعيدة يلا دايما واحد بينزل يستلم الكورة من اللي بيلعب بالكوردر ويطلع برا حدود 18 وبيلعب أوفر على البعيدة الناحة التانية اللي هو من مميزين جدا جدا في ضربات الرأس فهي يا كابتن المباراة بكرة محتاجة رتم بدني وورك ريت عالي جدا 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 من لعيبة النادي الآلي محتاجة لعيبة اللي تبقى موجودة يا كابتن أنصاف الفرص من الأفضل التشكيل اللي يكون موجود في السلاسي اللي قدام وجود بيرسي تاو كمهاجم هتفرق بشكل كبير جدا مع نادي الآلي إنه هو عنده زكاء كبير جدا في التحرك من خلف المدافعين عنده زكاء كبير جدا وهدوء كبير جدا جوة 18 ومعضهم مشكلة في القلبين الدفاع يعني دخل ناتشو دخل سيردي باكرة بالزبط وعندك كمان روديجر عنده مشاكل برضو بس ما تدخلش في عنصر والسرعة لأنه سريع ده روديجر ده لعف روما لعف روما شيلسي وفريا المدير يعني أنا بسرعة بسرعة كابتن هو هو لعيب أنا يعني ما بشوفوش لعيب وخرج ألمانيا ومكزل عم يعني عمل كل يعني لعف حتة طبعا أنا يعني ما بسدأش بس بقى كابتن هنا الحالة الدفاعية لريال مدريد دلوقتي عاوز أقول لك شايف أول أربع دوائر دول دول الأربعة اللي وراء الاتنين باكات والاتنين سنتر باك بتواء ريال مدريد التلاتة اللي في وسط الملعب التلاتة العاديين بتواء نصر الملعب مين بقى اللي عليه العلامة الحامرة دايب فيل فيردي على طول دي الحالة الدفاعية لما ريال مدريد بيبحد ماسك عليه الكورة وبيلعب في منطقة الجزاء ويتلاقي الحالة بزمت كده يا أربعة تلاتة واحد يا إلا أربعة أربعة والاتنين مش هتلاقيهم في الكادر اللي هم مين اللي بيعتمدوا على الترانزيشن التحولات هو بينيسس جونيور ورودريجو أو بنزيمة طبعا بنزيمة مش موجود الحمد لله إن بنزيمة مش موجود عاوز أريك بقى كابتن على خدعة تانية أنشلوتي بيعملها دايما وبيطلع دايما واحد من الاتنين سنتر باك أوف بوزيشن دي كرة من الكور العالية بتلعبت من ريال مايوركا بص يا كابتن اللي طالع هنا سايب مكانه مع اللعيب بتاع ميركا ده ناتشو ناتشو ده اللي هو السنتر باك التاني اللي هيلعج جنب رودجير نكمل الحالة اللي بعدها الصورة اللي بعدها بشوف يا كابتن بص ناتشو طلع يا كابتن سبيته لغاية لما وصل لنص الملعب وهواريك بالحالات التانية قد إيه ناتشو ورودجير دايما بيسيبوا مكانهم وبينزل تشاوميني في نص الملعب هو اللي بينزل كسنتر باك نشوف الحالة اللي بعدها هنا الكورة بتقطع بص يا كابتن بعيد خالص عن منطقته وهو ناتشو هما بلعبه اتنين مساكين بس نشوف الحالة اللي بعدها اللي كانت مهمة جدا دي الحالة بتاعت الهدف اللي جي منه الجنب بارح بتاع ريال مايوركا عاوز يا كابتن أوريك هنا الأوفر تلعب من ريال مايوركا عاوز أوريك فين روديجير روديجير اهو يا كابتن اللي قدام اللي هو تحت السهم نكمل بالحالة نكمل الفريم اللي بعده بص يا كابتن مين اللي ننطقت مع الفيرويد ده ناتشو مين بقى موجود هنا تاني مين بقى تشاوميني تشاوميني بيغطي مكان مين بيغطي مكان مكان روديجير نكمل الحالة اللي بعدها هتبان قوي أكتر بص يا كابتن عالية دا ريال دا روديجير فمعناها دايما اللعيب بالسنتر باك بتاع رامريد. دايماً أوف بوزيشن. دايماً طلع من مكانه عشان يغطي مكان أحد الباكات. نكمل الفريم اللي بعده. نكمل برضو اديها الهدف اللي جي. نكمل برضو الفريم اللي بعده. بص هنا يا كابتن باينة جداً بشكل كبير جداً. ما بقول لك هنا. ده ده رودي جير. ده السنتر باكة كابتن إسلام اللي مفروض يكون جنب ناتشو. يعني. 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 عايزة هجومي رائع. حتى مع غياب كريم بن زيمة. وبنتكلم طبعاً في بعض المشاكل الدفاعية. وخاصة عن السردباكية. وعندهم بطء في الحتة الورى. يعني. بس عزة. نقدر نستغل. فوجود مودريتش وتوني كروس الوضع بيختلف بالنسبة لعملية للتحول من الحالة الدفاعية للهجومية. يعني. وفي حالة النادي الأهل بيهاجم. دايماً. الأهل هيبقى في خطر وهو بيهاجم أكتر ما هو بيداك. صحيح. إن الكرة لو اتقطعت وراحت للمودريتش عنده. التحولات السريعة جداً. اللي يقدر ينقل بها الكرة. وخاصةً للأجناب. زي كنا نتكلم على بينيسوس. نتكلم على أسينسي. وخاصةً هي بتروح ناحية بينيسوس أكتر. نشتغل على دي. ويبقى حظرين ازاي في حتة إن انت. آه. عايز تهاجم بشكل معين. ولكن التأمين في حتة. مش حولك الكونتر أدك. بس عملية التحول من الحالة الدفاعية. هو وإحنا يا كابتن هاني طبيعي إن إحنا هنلعب على كونتر أدتك. يعني ده أمر طبيعي جداً. إلا بقى لو كولر نزل من أول المباراة. وحاول إنه يباغت ريال مدريد إن إحنا نلعب معهم. غير كان في المنطقي. إنما المنطقي إن إحنا زي ما حضرتك قلت. إحنا هنقف وهنقفل كويس جداً. هنقفل أطرافنا وهنقفل نص الملعب كويس جداً. عامل السن هيفرق جداً جداً. في وسط الملعب تحديداً. يعني حضراتكم كنت بتتكلم دلوقتي. فأنا أعتقد عامل السن هيفرق. يعني تعتقد إن طاني كروس مش هيلعب جنب 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 مدريش. هيبدأ بشواميني مثلاً. ويبدأ بطاني كروس ليهما ما لعبوش الملعب. بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة يا كابتن هاني. طيب خلينا نطلع نشوف فيديو جراف عن أنشلوتي. ونرجع بقى نشوف أنشلوتي. ونتكلم عنه بقى بشكل مستفيد أكتر. ترجمة نانسي قنقر أنشلوتي طبعاً من أعظماء وأعظم المدربين على مستوى العالم. لكن بيمر مش هقول بأزمة لكن بيمر في عدم استقرار بالنسبة للنتائج والنسبة للأداء. اللبان بتاعه أيه كمان. اللي بيقعد يأكل. اللبان بدل ما يأكل في اللعيبة. أنشلوتي شايفه ازاي خلال الموسم ده. يمكن فيه شوية مشاكل في النواحي الدفاعية. في مشاكل من الأداء. خاصة بعد رجوع من كسر العالم. شايف ده ممكن يكون حافز. يكون دافع أكبر لأنشلوتي للحصول أو إصراره على الحصول على هذه البطولة. وبالتالي في دوافع جديدة ليه ولللعبين أن يحصلوا على هذه البطولة. بيرجعوا أسبانيا أو للليجة بمعنوهات أعلى. طبعا ركبت الوقت وصل لفرق 8 نقاط ما بينه وما بين برشلونا. ريال مدريد المرحنة بتاعه نازل بشكل كبير جدا جدا جدا. وده راجع لأسباب كتير. كنا بنتكلم من قول أن ريال مدريد مهم جدا في المركاته. من المركاته الصيف في المركات الشيتوي أن أنت أحد مثل كريم بن زيمة لو أنت عندك تصاب مين هيعوضه. مفيش حد بيعوضه. حتى رودريجو رودريجو مش سترايكر صريح. رودريجو وينج أكتر منه بيلعب سترايكر. نفس الكلام لعيبة نص الملعب. قلنا أن مودريتش وكروز المردود البدنة بتاعه بسبب تقدم العمر. قال بشكل كبير آه جبت تشاوميني وكامافينجا. ولكن شاوميني وكامافينجا مش من اللعيبة الكويرة زي مودريتش وكروز اللي هو ياخده كورة وعارف يطلع على كورة زي كوير. لعيب بيعرف يستلم ويستلم تع الضغط. كامافينجا الوركريت بتاعه عالي جدا. شاوميني متميز شوية عن كامافينجا ولكن لسه خبراته مش بخبرات توني كروز ومودريتش. دي المشكلة التانية فبقينا نشوف ان توني كروز ما بيلعبش كتير. نفس الكلام الباكليفت ما عندوش باكليفت. بعد إصابة مندي مفيش باكليفت. لماذا بيلعبش على باكليفت مسلا؟ نزلوا مبارح الشوت التاني. هو ناكو تعرف ان على بيلعب باكليفت في باكليفت. هو اصلا. هو بيلتقى. موجودة في السكوات بتجدد كل 3-4 سنين مع انها ملقاش اي دور في الفرقة. هو ناكو ده بالزبط كده. فريال مدريد راجع مشكلته. السكوات بتاعه ما بقاش متكامل وبالقوة اللي كان عليها من فترات كبيرة. والريال مدريد السنة اللي فاتت. قوة الكارزمة بتاعت ريال مدريد وشخصية البطل. هي اللي خلت ان هو يقصي باريس سان جرمان ويقصي تشيلسي ويقصي منشستر سيتي ويقصي كل الفرقة دي كلها. قوة ريال مدريد وشخصية ريال مدريد. المباراة كابتن مهمة جدا بالنسبة له. عشان عنده نقص وعنده نواقص كتير جدا. والمهم ان في الوقت اللي بيزيد الضغط على المدرب ان انا اخد حاجة اهدي بيها الاعلام شوية. اهدي بيها الجمهور شوية. ولكن الضغط عليه كبير بسبب المستوى السيء وبسبب ان هو مراشح رقم. طيب عايز اخد رأيك كمان يا اسلام. لان ان شلوتي كمان من اعظم المدربين عامل. ويمكن الادارة عارفة قيمة هذا الرجل بشكل كبير. وما بتكلمش في عملية الاقالة او الاستقالة. لكن هو بيمر بأزمة. خلانا نكونوا واقعيين. هو ريال مدريد بقاله فترة بيمر بأزمة. يعني تلاقي النتائج طلعه وفج نتائج مزبزبة ما بين تعادل او هزيم. وتلاقي كمان خلي بالك هزيم من فرق. مش الفرق الكبيرة في اسبانيا. يعني تلاقي هزيمة مثلا من مايوركا. تلاقي تعادل مع فرق ايضا في وسط الجدول. ولكن انا اخد من شريف زي ما قال. هي شخصية البطل. عنده كاريزمة. يعني يقدر ازاي في المباراة الكبيرة. يطلع منها باللي هو عايزه يا كابتن هين. يعني شفنا البطلات اللي فاتت باريس سان جيرمان. شفنا ايضا بيلعب قدام الفرق الكبيرة بشكل. مميز جدا. ولكن انشلوتي يمكن الفترة دي ما بيمرش بأحسن حال. قلبة كمان يا كابتن الاسلام. مش هو قلبة اللي كان متواجد في باير ميونيخ. مش هو نفس المستوى. بداية رائعة. كان بادئ بشكل كبير جدا. ولكن الفترة اللي قاعد فيها دي اثرت عليه. ونزلت اكيد من مستوى مع ريا المدريد. يمكن انشلوتي ما بيعتمدش عليه بشكل كبير الفترة اللي فاتت. وده هيرجع يأثر على اللاعب ايضا نفسيا ومعنويا. فلما تيجي تدي له مباراة كبيرة قدام الناجي الاهلي ده. لو فكرت انك انت تدي له. اعتقد مش هتلاقي نفس المرضود يا كابتن هانا. انا بشوف ان هو في ظل هذه الحالة اللي هو موجود فيها. الدفاع ريا المدريد بيعاني منها. صحيح. هي مشكلة. هو مجبر خلي بالك. هو في وقت من الوقت لو عايز حتى يعدل وسط الملعب شوية. بدل ما يلاعب كما فينجا باكشي. عايز تعدل في السردباكين لعب على حساب ناتشو لعب. لانه كمال بيطلع بكرة كويس. هو متميز جدا من كان في بايرومين. خلالك كابتن عاوز ارجع للحطة اللي كان كابتن اسلام بيكلم عليها وهي مص الملعب. لا انا شايف ان هو في المباراة دي هو عارف كويس جدا ان الماتش مش هيبقى في التحامات بدنية كتير من ناحية ماتش رايح السجار رايح جاي عارف النادي الاهلي هيلعب لو بلوك وهينزل تحت وهيلعب كومباكت فاعتقد ان هو عارف ان المردود البدني بتاع لعيبة نص ملعب ممكن يبقى مش قوي جدا ان هو هيبقى على طول ماسك الكرة فاعتقد ان هو ممكن يلعب توني كروس ومودريتش مع بعض. ودي اللي هتبقى انا شايف ان دي هتبقى لازمة الناس بتتكلم بتقول ان توني كروس ومودريتش الأفضل. دول معلمين الكرة في العالم كله دول يعني دول قعدوا اربع خمس ست سنين مع ريال مدريد واخدين الاخضر اللي يابس فالاتنين صعبين جدا جدا فاعتقد ان هو هيلعب بتوني كروس ومودريتش وهيحط واحد دستوراير قوي جدا في وسط الملعب رقم ستة اللي هو هيكون يا كما فينجا يا تشاوميني لو ملعبش كما فينجا اعتقد صحيح لو هيحط هيحط طواميني. ممكن يلاعب مكان اسينسيو وممكن يلعب اربعة اربعة اثنين بس انا بقول ان هو يلعب اربعة اثلاثة اثلاثة بنسبة اكبر انها يتممكن يريح توني كروس ويلعب زي ما هو الفلفيردي وشاوميني ومودريتش ده بنسبة كبيرة ده اللي هيكل. والسلاسي الأمامي اسينسيو ورودريجو وفينيسي الجونيور وغيرا بقى زي ما اقول لك يا لعب اللقاء يا لعب كما فينجا. وفي نفس الوقت يا كابتن الممبرات اللي زي دي انصاف الفرص مهمة جدا 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 يا كابتن اسلام وهو ده اللي لايه بس نحطها. مش عاوزين لعب تتخضر لقيت نفسها. يعني يعاوز هو لا كابتن مبارات ريال مدريد والعين الاماراتي حسين الشحات يعني ان شاء الله نشوف كرة متكاللة. عمل ماتش ووقف وقعد ورقص 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 وشاط كرة وجوبة. فكابتن هي حاجات دي يا كابتن انت في الماتش زي ده هيجيلك فرصة من تلت فرص هو لازم تجيبها جون واركن الباص وقفل وموت الماتش. هو ده اللي ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي هم حاجة. يفضل وقت كبير جدا على قد ما يقدر. ما يبقاش فيه اي هدف بيدخل مرمى النادي الاهلي. كل ما بتزيد. كل ما الرتم بتاع العيبة النادي الاهلي والثقة هتجبر بشكل كبير جدا. هتلعب وانت مرتاح. هتبدأ تقدم كرتك. وغيابات ريال مدريد هتأثر بشكل كبير على المباراة. انا بس كابتن معايا شوية حالات. لو قلنا ممكن ازاي النادي الاهلي. لما يحصل على الكرة. من ريال مدريد. يقدر يعمل التحول بشكل ازاي. معنا في الحالات. الحالات بتاعت النادي الاهلي. بس كابتن هنا دي في مباراة الاهلي. واوكلان سيتي. لما اوكلان سيتي فكر ان هو يضغط ضغط عالي على النادي الاهلي. هنا محمود متولي. هيلعب الكرة لمحمد هاني. نشوف الفريم اللي بقى. طبعا كل اوكلان طير. بس كابتن بقى المساحة. كل اللعيبة اوكلان سيتي زقت لحد نص ملعب شايف المساحة. بس محمد شريف متحرك ازاي في ظهر المدافعين. ويلعب على طول محمد هاني. نشوف الحالة اللي بعدها. نفس الكلام برضو. هنا برضو دي من زاوية عكسية تانية كابتن شايف هنا برضو التحرك بيبقى موجود عشان خاطر اوكلان سيتي. فهو ده بنسبة كبيرة اكيد دي راما دي ده هبازال ملعب. كرة تانية برضو من ناحية الشمال. نفس الكلام عالي معلول اللي دي كان دي في مرات سياتل. كرة برضو بتتلاعب يا كابتن. دي اوكلان برضو تتلاعب هنا من عالي معلول. يول كرة الشريف. بالزبط كده يا كابتن هنا. و شريف بيضعي على الانفراض. نشوف كرة آآ تالتة برضو نفس الكلام. هنا برضو محمد شريف بيحاول يقطع واحسين الشحات هيلعبها له في ظهر الدفاع. هي دي الكرة اللي بنسبة كبيرة جدا لنادي الاقل هيحاول يلعب عليها يوم الاربعة. ان انا هيبع عندي الفرود مش هيبات في حض المدافعين. اول ما النادي الاقل هيقطع كرة على الطول. هتلاقي يا كابتن يا محمد شريف وفي ظهره احمد عبدالقادر واحد بتحرك كده واحد في ظهر عشان كرة تتلاقي في ظهر المدافع احمد عبدالقادر لعيب ما تعرفش هو قده رائع وساعات قراراته بتبقى للأسف سيئة جدا. هو لعيب يا كابتن ممكن يطلع لك اللحظات ابداع يوديك في حتة تانية خالص. من البداية ولا جزء من المباراة؟ من البداية يا كابتن لان هيبه فيه مساحات كتيرة جدا 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 عند ريال مدريد انا متأكد في قول مباراة ابو نازلين كابسين بنزين دايسين على الاخر هيبعاوز يخلص الماتش بدري بدري عشان ما يخشش في مناوشات. فوجود احمد عبدالقادر مهم جدا جدا لكربخال على المستوى الحالي مش افضل حالاته مش بقول ان احمد عبدالقادر يتفوق على كربخال ولكن احمد عبدالقادر واحد على واحد قدام اي حد انا عارف انه انه ممكن يعدي ويعمل لك الفرق ولكن احمد عبدالقادر بيبعنده مشكلة في اخر قرار يعني كابتن هو بيرقص الاول ويرقص التاني ويجي في قرار التالت رقص ولا شوط ولا باصي فبيقف تتخطف منه. اه هي عملية التأخير في التخزة. هو كابتن على فكرة دي هي علاقة باللياقة الزهنية يعني طبعا يعني وده التدريب خليك كمان تدريب. ومدرب. هو نفسه كمان اثناء التدريب لازم يعني في اوقات بيبقى لما المدير الفني يشوف ان احنا عب نمسك كورة كتير. في كذا تدريبة معينة يقولك. ايوة. او في كمان تبقى لمسة واحدة. لمسة واحدة غصبا عنك لازم تلعب لمسة واحدة. ده بيعلمك ان قرارك يكون سريع وخاصة القرار الاخير. عبدالقادر عنده مهارات عالية جدا. ولكن جزء صغير عنده دليش. شوية عنده يعني الدلي ده وات لازم يحسنه شوية. كابتن هاني هو بيرقص واحد والتين والتالت. لو حط بط نجل يجيب جون. لو باص لبرة يجيب جون. بس هو بيجي دايما عند الكرار ده بيقف. فخلاص في جزء من السنة بتخطف منه. ولكن هو انا بقول له كابتن في المساحات في واحد على واحد يفرق بشكل كبير. الناحة التانية. حسين الشحات. يعني تيمنا بان هو اللي عمله في برات ريال مدريد. وحسين الشحات بيتقالق في كاسة عاملة عندية. حسين الشحات او طه انا شاف الاتنين هيبقوا واحد لان طهر الورك ريت بتاعه عالي جدا دفاعيا. وبعدين طهر من الناس المميزة جدا في سرعة العدو. وده اللي هيبقى مهمة. اسلام مع معطرد عليك. انا ما اعتقدش ابدا ان هو ممكن يبدأ بحسين وحسين واحمد عبدالقادر مع بعض. لو سألتني يا كابتن هاني هقولك ان بنسبة كبيرة من خلال متابعات الكلور تحديدا الفترة اللي فاتت. او حتى في المباراة المحلية هنا قبل ما يروح كأس العالم للاندية. بالنسبة له بيرت ستاو. ورقة مهمة جدا. اعتقد ان هو ممكن يبدأ ب بيرت ستاو. والنحة التانية يبدأ بحسين الشحات. وقدام بنسبة كبيرة ممكن يكون كهرباء او محمد شريف. ولكن حتة ان انا ابدأ بحسين الشحات. واحمد عبدالقادر اعتقد دي هتكون لوت كمان على الاطراف عندنا سواء هنا او النحة التانية. ناحية حسين الشحات انا مش هلقام منها خالص. عندك علي معلول. هيقدر يقف. عندنا قادرة. مش عادلة حسيني. بحس حسين ناحية الشمال ما بيبقاش الجزء. لا. هو ناحية اليمين بيبقى افضل شوية. لان هو بيبقى عنده حتة. ان هو مميز جدا. في حتة جوة 18. لاش عفو اعمل ايه. هو جسمه خفيف. عنده موبيلتي. عنده مرونة عالية جدا. بيقدر يعدي في المواقف اللي زي دي. وفي المساحات. وهي دي مبارات حسيني الشحات. الناحية التانية بيرت ستاو. اعتقد ان هو ناحية اليمين بتاعة النادي الاهلي. ناحية الشمال لريال مدريد. هتبقى بالنسبة له حاجة مميزة جدا. اللعب بيقطهم على جوة. ويقد ان هو يعمل تزداد برضو كابتن هاني وكابتن اسلام. حسيني الشحات ناحية الشمال. ناحية اليمين لريال مدريد. هيقدر ايضا يقطم على جوة. سواء يعمل باص. او يعمل حتى عرضية او بينية لللي جاي من الخلف. ما اعتقدش ابدا ان هو ممكن يبدأ بالشحات. واحمد عبدالقادر. لان المباراة طويلة جدا. ممكن ان احنا نستفيد منه الشرط التاني. سواء احمد عبدالقادر. هيبقى عندك ورقتين كمان ربحتين. كهرباء. او محمد شريف الحتة اللي قدام دي برضو. هيبقى فيها بالنسبة للنادي الاهلي فيها كلام. كولر عنده المباراة. هتبقى تسين دقيقة وليس خمسة اربعين دقيقة فقط. هيقسم المباراة خمسة اربعين وخمسة اربعين يا كابتن اسلام. هيقدر يطلع بالمباراة لبرى الامان. اول خمسة اربعين دقيقة. هتكون مهمة جدا. انه ما يتمش تسجيل الهدف في الندي الاهلي. المباراة طول ما هي طويلة. السفر سفر. اعتقد انه هيكون الندي الاهلي فرصته كبيرة في الم المباراة. طيب عموما اخيرا توقعاتك لهذه المباراة. الله كابتن توقعاتي او لا تمنياتي. تمنياتك الاهلي. توقعاتك. تمنياتك. توقعاتي اثنين واحد. لا يا رب. شاول مين بك. ماشي ماشي. اشان نجي. لا توقعاتك اثنين واحد. اسلام. بص المباراة صعبة كابتن اسلام. امنياتنا طبعا النادي الاهلي يفوز. ده بكل تأكيد يعني. ولكن اعتقد لو احنا طلعنا بالتسعين ديالة لبرى الامان يعني. المباراة ممكن توقعها. نروح للنادي الاهلي حتى لو لو برقلات الترجيح. وده اللي احنا نتمنى لها النزام. قلت لك. لا تعتبر ده السيناريو من السيناريات ان احنا ناخد المباراة لضربات الجزاء. ان المباراة تطول على قد ما ما تقدر. لو احنا ما قدرناش نخطف هدف يا كابتن هاني. نروح بالمباراة لرقلات الترجيح. وفي رقلات الترجيح بقى طبعا بتبقى خمسين خمسين. تبقى أرزائها. وعندنا ثقة في محمد الشيناه طبعا. وعندنا ثقة في محمد الشيناه ط ما بقولش ان هو حارس سيء. ولكن هو ليس. مش بجاودة. طبعا. مش بجاودة. دي نقطة مهمة جدا. لو شفنا الجوم بتاع ريال مايورك. لا الكرة ممكن تتجاب. ولكن هو بعيد بقى له فترة. دي نقطة ممكن تكون مهمة. نقطة تانية. اللي ارتداد الدفاعي بتاع فينيسيس جونيور الناحية بتاعته. فيش خالص. فيش خالص. زي ما قلت. ريال مادريد بيلعب. يعني اما بيجي يدفع. بيدفع فقط بتمن لعبين. والاتنين اللاعبين بيفضل عطول قدام. اللي هم فينيس جونيور الاستغلال سرعته. بس يا كابتن. في يعني فينيسي جونيور حتى لو مرتدش. شفنا في موقعات ليبربول. كرة الوحيدة. ليبربول خدا. طبعا. هو مش محتاج خمس ست فرص. يعني هو عايز واحدة. فهو يا كابتن. اهم حاجة زي ما بقولك. يبقى فيه دايما تلاتة او اتنين. يعني دايما. يعني دايما. مثلا محمد هاني وحسين شحات. او محمد هاني وطهر محمد طهر. ومعهم مسندة لواحد تالت. أليو ديانج. او حمد فاتح وعمر الصلا على حسب الأدوار اللي بيتغير عليهم. والناحية التانية نفس الكلام برضو. المسندة العالي معلول. والأحمد عبدالقادر لاوها يلعب. لازم التلاتة يبقوا عاملين جابة مع بعض. عشان النادي الأهلي يحاول الطريقة. من أربعة تلاتة تلاتة لستة تلاتة واحد. ودي أفضل طريقة ممكن النادي الأهلي يلعب بي. أخيرا. أنا كابتن إسلام. طبعا. احنا الأهلي. نقدر. نصدق نفسنا. ان احنا هنلعب ريال مدريد. احنا بنلعب حداشر قدام حداشر. في نصدق نفسنا. سقف طموح جمهور النادي الأهلي عالي جدا. احنا بدئين البطولة من أول. من أول مباراة في البطولة احنا اللي مفتتحين البطولة. ريال مدريد لسه جاي. عنده مشاكل. نقدر نستغل ده. لو سجلنا هدف مبكر. هنربك حسابات تماما. ريال مدريد. هنربك حسابات أنشلوتي. جمهور الأهلي خلاص. بقى عنده سقف عالي جدا. الفريق ده والجيل ده يستحق ان هو يكسر المدالية البرونزية. وليه لا ما نجيبش الفضية أو الدهب إن شاء الله ربنا يكرمنا. هنلعب رجالة. هنلعب بروح تشيرة الناجي الأهلي وبروح فانلة الناجي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله الحظ يعني يجون معنا ويحالفنا. وإن شاء الله نكسب بإذن الله. خير إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. عموما أنا بشكرك جدا. أنا محمود. محمود شاكل. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. شكرا جزيلا إسلام. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. طبعا هتظل هذه المباراة واحدة من المبارايات التاريخية ومباراة صعبة جدا ج جداً جداً من نسب الأعلى منطقياً وفنياً وكل شيء هي لريال مدريد ولكن في النهاية يبقى الفنادي الأهلي لا يعلم وليلاً تبقى وليلاً إن شاء الله إذن أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً غداً حلقة جديدة بكرة إن شاء الله تبقى حلقة آآ 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 ليلة المباراة إن شاء الله آآ ونكون مع حضراتكم على الهواء مباشرةً هنشوف طبعاً تدريبات ريال مدريد وحنشوف لحظات وصول ريال مدريد وكل ما يخص نادي ريال مدريد حيكون على شاشة قناة نادي الأهلي بكرة إن شاء الله طوال النهار حيكون مع حضراتكم أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وغداً حلقة جديدة من الأهلي في المدريد اشتركوا في القناة